موسيقى مساء الخير أهلا بحضرتكم كل عام وحضرتكم جميعا بخير أعياد سعيدة على مصرنا الغالية وعلى أمتنا العربية والإسلامية ودائما يا رب في أعياد وفي مناسبات سعيدة حلقتنا النهاردة من ملعب البلد فيها العديد من الأخبار وأيضا استعدادات الفرق للعودة مرة أخرى وانطلاق مصابقة القسم الثاني يوم الأربعاء القادم بإذن الله وقبلها بيوم حتكون عندنا أيضا تصفيات الترقي من القسم الثالث إلى دور المحترفين عندنا مكادي أول فريق في مصر كلها يتأكد وجوده في دور المحترفين المزمع تنظيمه بداية من الموسم القادم بمشاءة الله تعالى لكن عندنا أخبار عديدة عاوز أبدأ فيها مع حضرتكم البداية النهاردة كان إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إن مصر تقدمت للصدافة كأس الأمم الإفريقية 2027 ودي من ضمن أيضا عدد من الدول الجزائر بوتسوانا ده ملف زي مصر يعني مصر تقدمت الجزائر تقدم البوتسوانا في ملف مشترك بين كينيا وأغندا وكمان تنزانيا ده ملف مشترك ما بين التلات دول مصر نظمت آخر بطولة 2019 والقرة الإفريقية بل العالم كله أجمع بهذا العرس اللي صدفته مصر واللي أخرجته في أفضل ما يكون بطولة كانت رائعة من حيث الملاعب حيث التنقلات من حيث الإقامة كل حاجة كان ماشية بالورقة أو بالألم وكانت بطولة رائعة بكل ما تعنيه الكلمة وشاهد الجميع بأن مصر قدمت للقرة الإفريقية ناموه ذج واحتزى به في البطولات وفي تنظيم البطولات قبل كده كان عندنا دورة تانية كانت أعتقد 2006 وقبلها كانت 86 لما مصر فازت بيها مع مايكل سميس عموما مصر الآن غير 2019 تقول لي زي أقول لي حضرتك المنشآت الرياضية اللي موجودة على طول بيتم تطورها أولا بأول عندك كمان منشآت رياضية جديدة زي القرية الأولمبية اللي موجودة في العاصمة الإدارية واللي هتبقى فخ لمصر اللي مش موجودة في المنطقة العربية كلها وبالتالي مصر قدرتها الآن مش استضافت أيضا بطولة قرية لا دا تقدر تنظم كاس عالم عندك المواصلات سواء كان في اسكندرية أو في القاهرة أو في اسماعيلية أو في السويس عندك ملاعب للتدريب الحمد لله رب العالمين أصبحنا لمتلك الملاعب اللي تؤهلك لإصطدافة أكبر البطولات وبالتالي أيضا وزير الشباب ورياضة دكتور أشرف صبحي لما أعلن قبل كده وقال نحن هنتقدم لإصطدافة أيضا الأولمبياد قريبا دا كلام مش من فراغ لأن مصر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خطط خطوات كبيرة جدا في البنية التحتية مش الرياضية فقط بل في كله شايفين الطرق وشايفين الكبار وشايفين المدن الجديدة وشايفين المنشآت اللي بتتغنى بها مصر حاليا أيضا دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مع حكمته اللي بمثلها دكتور أشرف صبحي كوزير للشباب والرياضة داعمة وبكل ما لديها من قوة لتدعيم الشباب وتدعيم المنظومة الرياضية المصرية إن شاء الله بإذن الله دا اللي أعلنوا الخبر النهاردة أعلن أن هناك ست دول أبدت رغبطها في الصدافة الكاسي الأمم الأفريقية 27 وده من خلال موقع الكاف الرسمي أنه طلق أربع طلبات الصدافة اللي كان 27 من مصر وجزائر بوتسوانا إضافة إلى عرض مشارك من كينيا وأغندا وتنزانيا أشار الاتحاد الإفريقي إلى أن هذه الدول أمامها مهلة تنتهيهم 23 مايو المقبل لتقديم تفاصيل للصدافة من حيث العروض المالية واتفاقية للصدافة ومدن وملاعب البطولة والضمانات الحكومية بعدها سيوجد اتحاد إفريقيا لكرة قدم زيارات تفتيشية للدول الرغبة في الاصدافة خلال الفترة من 1 يونيو إلى 15 يوليو ليتبقى في النهاية قرار اللجنة التنفيذية اللي حصل دلوقتي إن مصر مثلا قدمت طلب إن احنا مستعدين لنظم بطولة كاس الأمم الأفريقية 2027 الملف بقى اللي حتم تقديمه للاتحاد الإفريقي يعقف علي حاليا لتحاد المصر كرة القدم برئاسة أستاذ جمال علام معه أستاذ خدر دالي معه اللي هو حلم مشهور بقية أعضاء المجلس عكفين على إعداد هذا الملف مع وزارة شبابه رياضة والحكومة المصرية عشان نقدم الملف اللائق والذي يليق بسمعة مصر الرياضية لكن أنا ما بين ده كله تيجي تقول لي أقولك مصر لها الجزائر من حيث المنشآت أنا تواجدت في الجزائر 3-4 مناسبات لا عندهم شغل هايل جدا 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 برضو في كل مكان لكن الملف المشترك كينيا وأغاندا وتنزانيا ممكن يقلقني حبيتين أقولك ليه يقلقني لإن تنزانيا بقى لها تقل كبير جدا حد الدولي انفنتينو متواجد ليل ونهار في تنزانيا كونجرس بتاع الاتحاد الدولي بيتعامل في تنزانيا وتنزانيا برضو فضل من ربنا إن الكار الفريقية يقول لا بنتمنى لها دايما التقدم لا بقت في حتة تانية كمان ووجود انفنتينو داخل تنزانيا يعني إيه يخوفنا أنا شخصيا لكن لما تيجي تقول لي منشآت وبنية وتنظيم وفكر وإدارة أقولك لا مصر ويقول لها جزائر معاك أكيد في الحتة دي لكن وجود تنزانيا مع كينة أغندا هل هيتدخل انفنتينو لدى الاتحاد الإفريقي هنشوف الفترة اللي جاية لكن إن شاء الله بإذن الله يستطيع أو يستطيع الملف المصري حسب هذا الأمر طيب الأهلي الأهلي بيمثل القرى المصرية بيمثل الأهلي بيمثل الزمالك بيمثل الإسماعيلي بيمثل المصري بيمثل الاتحاد بيمثل أسوان بيمثل كل الفرق المصرية وكل المقافضات المصرية زيه زي المنتخب القومي إن الأهلي فيه مهمة قومية المهمة يوم السبت أمام الرجاء المغربي وعلى الرغم من فوز الأهلي هنا في استاذ القاهرة بهدفين مقابل لشيء والمدرجات بجماهير غفيرة كانت موجودة رغم ده كله المباراة مش سهلة لأن مركب محمد الخامس وهوس الجماهير المغربية متوقع هتلاقي يعني الناس دي بتبقى عشقة لفرقتها زي ما جماهير الأهل وجماهير مصر بتبقى عشقة الأهلي في المهمات القومية فالمركب محمد الخامس أو السيد محمد الخامس هيبقى على آخره لكن خبر التعب النادي الأهلي سواء كان مع النادي الأهلي أو مع المنتخبات وتوجدهم فيه مناسبات كبيرة جدا ويلعبهم أمام جماهير غفيرة ما يخوفش الواحد ويا ما الأهلي عودنا إنه يكون في تونس وفي المغرب وفي الجزائر وبيرجع ببطاقة التأهل فإن شاء الله رب العالمين المطلوب مننا هنا في مصر إن كل أطياف الجماهير المصرية تكون مؤازرة للنادي الأهلي تكون ورا النادي الأهلي إنسى انتمائك وإنسى لون التشيرت اللي تلعب بيه لون فنلتك إنساه كلنا دلوقتي بنلبس تشيرت النادي الأهلي كل الجماهير كلنا دلوقتي نداء واحد البطولة إن شاء الله للنادي الأهلي بعد كده بقى ترجع في الدورة المحلة عندك في السبر المصري زمالك أهلي أنت حر لكن دلوقتي في مهمة يوم السبت من هنا ليوم السبت كلنا لازم نكون النادي الأهلي كلنا لازم نكون ورا إدارة النادي الأهلي ورا لعبة النادي الأهلي كلنا جماهير للنادي الأهلي كل الشعب المصري بلا استثناء إن الأهلي بيمثل مصر في هذه البطولة بعد خروج نادي الزمالك والبطولة دي زي ما بنقول هي مع شوقت نادي الأهلي والنادي الأهلي حتى لو بيمر في بعض الفترات بيعني خارج الإطار بعض الشيء لكن لا في المباراة الكبيرة تشوف تشم وتشوف ريحة النادي الأهلي وتشوف عنفوان النادي الأهلي وتشوف كبرياء النادي الأهلي بكل تأكيد أنا ثقة إن شاء الله بإذن الله إن النادي الأهل على الرغم مرة تانية ما بينكسين من صعوبة المباراة لكن الأهل دايما في المناسبات الكبيرة تعرف معنى المعدن الحقيقي للبطل البطل بيظهر في المناسبات الكبيرة والأهل بطل وحيظهر في هذه المناسبة بإذن الله خلوني أخذ على أتلفون واحد من نجوم الكرة المصرية واحد من حريفي الكرة المصرية نجم النادي الأهل ومنتخب مصر والمدارب العام لمنتخب مصر الأولمبي كابتن واق الرياض شيتوس يا كابتن واق المسائل فل منور الدنيا وكل سنة وحضاك طيب يا مسائل فل دكتور أهيب أعمل إيه الحمد لله أخبارك إنت إيه والله أنا غير فل الحمد لله حتطمن منك على أخبار المعسكر أنا عارف أن أنت في معسكر دلوقتي كان الله في العون وأده ويدوني إن شاء الله لكن خليني الأول أتكلم عن مباراة الأهل والرجع الأهل فاز بهدفين مقابل لشيء هنا في السادة القاهرة على رغم من كده أنا بقول المباراة مش سهلة في المغرب لأن المغرب برضو مركب محمد الخامس حيمتلى عن آخره تقدر تقول إيه للعب النادي الأهلي قبل هذا اللقاء طيب يعني حضرتك قلت أن كل مصر المختارة بتشجع النادي الأهلي يوم السبت وشأنه شأن زمارك لو بيلعب في نفس الفترة نفس الكلام مع كل الأندلة المصرية لأنها بتمثل في الأول وفي الآخر لعيب المصريين وبتمثل نادي مصري فكلنا أكيد وراء النادي الأهلي ونتمنى أنه يتخطى العقبة دي النتيجة مطمئنة إلى حد ما في مبارات الاتهابة دكتور إيهاب ونتيجة الاتنان صفر يعني إلى حد كبير نتيجة كويسة أستاذ الأهلي من الأندلة الكبيرة اللي تقدر تحافظ على نتيجة المبارات العودة إنما المبارات هتبقى صعبة زي ما هتجبت تقول الجمهور قوي جدا وعنيف جدا وشارس جدا بأدب وباحترام وبأخلاق وده اللي تعودنا عليه من الجماهير المغربية بتشجع فرقتها بمنتهى القوة إنها في نفس الوقت هيبقوا عندهم حالة من الحماس الشديد جدا جدا إنهم يحاولوا في أول ربع ساعة يحرزوا هدف أو يرجعوا للمبارات وده الصعوبة أو ده الخطورة كلها إن يحصل لقدر الله عدم تماسك من النادي الأهلي في بداية المبارات يعني يمتص الأول الدقائق الأولى من المبارات المبارات دا ده مهم جدا ومهم جدا إن الفرصة أو المهاجبين بتوع النادي الأهلي يعرفوا إن النصف فرصة لازم تستغل بشكل قوي جدا لأنك إنت لو ربنا كرمك وأحرافت هدف هناك أعتقد دي بتساهل عليك المهمة بشكل كبير جدا 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 وهتخليك ترعب بقريحية وهتخليك تمسي كبيرة وهتحطهم هم تحت ضغط كبير جدا إن هم متوترين والجمهور أكيد هيمثل ضغط عليهم شديد جدا لو يعني يموني مرماهم بهدف إنما في الآخر الفرقتين فرقتين كبار الأهل فرقة كبيرة والرجاء فرقة كبيرة والمبارات حلوة والمبارات يعني هنشوف فيها حماس وقرة قدر حقيقية بإذن الله وده اللي بتمنى إنما أكيد في الآخر شأن شأن الأهلوية شأن شأن المصريين نتمنى أكيد النادي الأهلي يتخطى هذه العقبة يعني يعني السنة اللي فاتت أو البطولة الماضية في نفس الدور الأهل والرجاء والرجاء في أول خمس زهي أحراز هدف وفاكرين كرة عبد المالعم الرئاسية الرائعة اللي تعادل بها للنادي الأهلي والصعد الأهلي وعبد المالعم برضو في مبارات الزهاب يعني كان له الدور كبير أيضا في الهدف اللي أحرازه ونفس الهدف أو قريب منه جدا من الأحرازه الموسم الماضي طيب خليني برضو يعني لو أنت موجود في الجهاز الفني للنادي الأهلي التشكيل اللي تبدأ بيه مباراة دي مشتني من المنتخب دكتور لا لا أنت من المنتخب الأول حبيبا دكتور لعلمك يا كابتن والله بجد يعني كلمة حق بعيدة عن المكالمة واحد من المدربين اللي بيشتغل على نفسه كويس جدا تسقفيا على طول في دورات إراية يبتطلع فإن شاء الله ربنا حوفاك لأن انت حابب تكون حاجة كابتن والله بإذن الله بإذن الله لا يعني زي ما حدي بتقول يعني الموضوع لو أنا في الجهاز الفني للنادي الأهلي هطالب اللعيبة بالثبات بشك كبير جدا يبقوا سبتين وما يقلقوش من الجماهير خالص من الضغط الجماهيري طالبهم أول ربع ساعة نقسم وبركدة أول ربع ساعة لازم يبقى فيها عقل وحرص وتوازن شديد جدا وما يبقى عندنا حالة من الهياج الهجومي إن احنا نطلع نهاجم ونسيد مص ملعبنا أو خط دفعنا يبقى فيه مسافات أو مساحات ما بينه هبقى محتاج من اللعيبة غير الحاجات الفنية والخططية اللي هتكلم فيها مبارادي مباراة ومحتاجة شغل ذهني بشكل كبير جدا لدكتور إهاب محتاجة للجهاز الفني والمدير الفني والدكتور النفسي اللي موجود مع الفريق إنه يبدأ يتعامل بشكل قوي جدا مع اللعيبة ويهيئهم بشكل كبير جدا لأن فيه انتعارف اللعيبة المصرية أو الأجيال المتواجدة حاليا ما أخدتش على اللعب أمام كم جماهيري كبير لفترات مستمرة أو لفترات متتالية بيلعبوا كل فينه قدام جماهير فالقصة محتاجة إعداد نفسي وانتعارف إن كرة القدم عبارة عن إعداد خططي ومهاري وزهني ونفسي فالنفسي ليه دور كبير ما يقلش أبدا عن جانب الفن والبدن لا يقل خالق فالقصة محتاجة شغل كبير جدا وانا لو موجود في الجهاز الفني هقوم مش بدور فني فقط ولا بدور تيك تيك خططي فقط لا هقوم بدور الأخ الكبير للعيبة اللي بديهم بنقل لهم خبراتي وبقول لهم وأعتقد سامي أمستان بيعملوا الدور ده بشكل كويس وسيد عبد الحفيز كمان بيعملوا الدور ده بشكل كويس لأن عندهم كم من الخبرات اللي يقدروا ينقلوها للعيبة ويقول لهم يعني أنا فتكر معاك كده وإحنا على التليفون كان عندنا مباراة أمام الترجي التونسي جون ساد عبد الحفيز الشهير معروف عايز أقول لك أن الجهاز الفني بعد ما تكلم معنا وده دور اللعيبة الكبيرة كمان اللي موجودة في الفرقة دكتور إيهاب اللعيبة قلنا للجهاز الفني يطلعوا انطلوا على الأوتوبيس احنا هنقض نجتمع مع بعض خمس ديائق سامعنا مع بعض أنا فاكر كابتن وليد صلاح الدين ساعتها هتكلم كابتن هادي خشا بتكلم ساد عبد الحفيز تاعتها كان أحد اللعبين الكبار اللي موجودين في الفرقة سنا ومقاما أكيد قال كلمة مهمة جدا قال يا جماعة المقشوات الكبيرة دي خلي بالكو ممكن نتخطف جون في أول ربع ساعة وارد جدا يعني ما تفتكروش أن الموضوع ما نرمش الفوطة بدري لا نلعب لآخر ثانية لأن ممكن وارد جدا أن يجي فينا جون في أول ربع ساعة وقت كان رجي أحرص فينا هدف وساعد عبد الحفيز أحرص هدف في الدهائل أخيرة وابوتريكة مع الصفاقسي كمان التونسي فعندك العيبة تقدر تقوم بالدور اللي ينقلوا فيها خبراتهم واللعبة الكبار اللي موجودة يقدروا ينقلوا خبراتهم فأعتقد أن المباراة دي مباراة بحتاجة إعداد من شكل خاص لأن اللي أنا عرفته كمان أن الرجاء عمل مكافآت كبيرة جدا لتخطي عقبة الأهلي رئيس النادي عمل مكافآت يعني كبيرة اللي لعبته وده حقهم طبعا ونتمنى التوفيق في الآخر أن محدش يتعور ومحدش يعني المباراة تكون بتأثر علي بشكل سلبي صحيا إن شاء الله ربعين طيب من مباراة الأهلي لمنتخب نصر الأوليمبي وأنا عارف أن فيه معسكر بدأ اليوم في الأسكندرية استعدادا طبعا لنهايات كاس الأمم الفريقية اللي هتصادفها المغرب الشقيق واللي هتوأهل إلى نهايات طبعا الأولمبية باريس عشرين أربعة وعشرين عندنا جيل من اللعبين محترمين ومميزين جدا معنا جهاز فني على أعلى مستوى بخيرة مكالي شراف طبعا كابتن محمد بركات عضو الاتحاد المسل وكرة القدم وطبعا موجود حضرتك في الجهاز الفني وليك بصمة كبيرة جدا عندكم مباراة أعتقد اليوم من الحد مع الكونغ مزبوطة كابتن ويل؟ مزبوط إن شاء الله دي هتكون في السادسة الاسكندرية آه بإذن الله طيب هل فيه بنجرب حد جديد ولا نفس المجموعة من اللعبين اللي شفناه في التصويت الأخيرة؟ طيب خليني في البداية برضو أقول لحضرتك دكتور إيهاب باشكر باسم المنتخب الوليم بكله مجد الضاطر الاتحاد وكابتن محمد بركات المشرف العام لأنهم الحاجة عامة الحتين طبعا لأهم بدور كبير جدا دينامو في السكندرية أكيد آه طبعا لا غير كده لأن خلقتلنا أربعة أيام من العدم نقدر نتجمع فيهم نقدر نفكر اللعيبة بشغلنا لأن دي مش أغندة دولية من خلالك برضو بحب أشكر الأندية اللي تعاونت معنا بشكل كبير وبعتت اللعيبة كلها واللعيبة كلها متواجدة في المعسكر بشكل منتظم وده حاجة كويسة لأن احنا خلاص يعني أكيد الناس كلها حسب نحنا شهر ستة إن شاء الله عندنا حلم كبير وهي بطولة إفريقيا المؤهلة للأولمبياد فإن شاء الله عايزين نتواجد للأولمبياد للمرة التانية على التوالي ونحن نتواجد فيه عشرين عشرين وأنا تمنى أن احنا بختاري في عشرين أربعة وعشرين فبشكرهم كلهم من خلال برنامج حضرتك المحترم حاجة تانية أو السؤال اللي حضرتك بتسأل عن هل وجود لعيبة جديدة آه عندنا تنين لعيبة ينضموا لأول مرة المعسكر المتخب الأولمبي وشفنا إن هم يعني يستحقوا ياخدوا فرصة يتشافوا فيها لأن لعيبة النادي الأهلي مش متواجدة لعيبة سابيرمز مش متواجدة عندهم منشاط إفريقية فرقهم فضمينا أحمد فوزي من نادي المقاولين العرب وضمينا أحمد بهاء من نادي الاتحاد سكندري الاثنين بوزيشن دول عندنا فيهم مشكلة لأنه ما تصومش حد كتير دلوقتي فإذا بنا أن احنا نضمهم ويبقوا موجودين معنا إن شاء الله والمباراة الودية يوم الأحد أمام منتخب الكنغو اللي وارد جدا لسه القرع يوم كمسة خمسة دكتور إياب كل موجود معنا وارد تبقى موجودة معنا فيبقى لعبنا مع المغرب ولعبنا مع الجابون ولعبنا مع الكنغو يعني وإن شاء الله بإذن الله قبل البطولة كمان ممكن نلعب لنا مقشين كمان مع فرق من المجموعة التانية فأعتقد هيبقى عملنا إعداد بشكل جيد يعني إن شاء الله بنا نتمنى لكم التوفيق وكل التحية للجهاز الفني واللعبين بالكامل إن شاء الله نبرك لكم في الصعود إلى الأولمبياد إن شاء الله أشكرك شكرا جزيلا نجم مصر كابتن وائل أرياض بأشكرك شكرا جزيلا يا كابتن وائل شكرا جزيلا طيب عاوز بس أرجع مرة تانية للنادي الأهلي طبيب النادي الأهلي الدكتور أحمد أبو عبلى حيوضح موقف معلول من لقاء الرجاء قال على الفيسبوك إن معلول جهز للقاء الرجاء وكذلك جماعة اللاعبين المتوجدين مع بعض الفريق في المغرب أوضح أن هناك فحوصات مستمرة لكل اللاعبين تجنبا لحدوث أي إجهاد مضيفا أن هناك جلسات استشعيعية للحفاظ على جهزية الجميع وكشف أن عمر السلية بيتقدم بشكل كبير في برنامج العلاج الطبيعي اللي بيؤديه في القاهرة بعد شكوة من ألام في العذرة الخلفية طبعا كان معلول عنده إجهاد لكن إن شاء الله موجود وكل لعبة النادي الأهلي ستبقى موجودة في اللقاء إن شاء الله ويرجع النادي الأهلي ببطاقة التأهل وإحنا متأكدين من كده إن شاء الله رب العالمين سفير مصر بالمغرب سيد ياسر عثمان قال إن حضور جماهير كبير سنشاهده في مباراة الأهلي والرجاء وقال إن هناك خمسة وخمسين ألف مشجع من جماهير نادي الرجاء البيضاء والمغرب سيحضر مباراة الأهلي وعضح هناك تنظيم جيد للنادي الأهلي في المغرب ويسق بالمميز أشار به النادي الأهلي وجماعي الحاضرين في المغرب طبعا تشكيل الأهلي المتوقع الشناوي في حراس المرمى وشناوي ما شاء الله ما شاء الله يعني بفكرنا بشناوي الحارس الكبير وهو طول عمره حارس كبير هيبقى على الترفين علي معلول محمد هاني ارتكاز محمد عبد المنع محمود متولي في المنتصف في الملعب ألو ديانج مروان عطية وحمد فتحي حسيني شحاته قدامه برستاو وكهربا في الأمام طبعا الفايز في المواجهة إن شاء الله يكون النادي الأهلي هيقابل في الدور قبل نهاية الفايز مباراة الترجي وشبيبة القبائل والترجي كان فايز على شبيبة القبائل في الجزائر بهدف مقابل لا شيء نتمنى التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي طيب بعيدا عن المباراة حول أحضراتكم كلر بعد مباراة الرجاء هيوقع عقده الجديد بعد ما حينضف له بعض البنود وحيستمر مع النادي الأهلي عندي أسماء في النادي الأهلي مش أعلن عنها دلوقتي خليني عشان محدش أقول قبل مباراة مهمة بعد المباراة إن شاء الله نبقى نتكلم بالتفصيل تمام طبعا من مباراة الأهلي والرجاء حيبقى عندنا مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي نها مباراة الزمالك واللي ستحتضنها العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم الجمعة زي النهاردة إن شاء الله رب العالمين في أبوظبي زي البكرة إن شاء الله النهاردة خلاص إحنا خلاص تخلنا في التوقيت الجديد فالمباراة دي بتمثل القلعتين القبار في القرى بمصرية الزمالك والأهلي أو الأهلي والزمالك بعض اللغة اللي سائرة دلوقتي وممكن ده ينسحب وممكن ده مش عارف ليه انا بقول لحظة لكم مش حاجة منتي الاهل موجود والزمالك موجود الاهل بمن حضر والزمالك بمن حضر تمام فريتين كبار يا ما تقابله ويا ما حيتقابله ويا ما ده حيفوز ويا ما ده حيفوز وممكن مبارد بتطلع تعادل في بعض الحال لكن بطولة زي دي مفهش تعادل زي ما كلنا عارفين لكن الصورة الجميلة اللي بتصدر للعالم وللوطن العرب وللقرة الافريقية من خلال اقامة هذه البطولة خارج مصر ده اللي احنا عايزين بنراهن على ثقافة جماهاتنا اللي متواجدة فيه الامارات العربية الشقيقة او اللي هتطلع من هنا تؤاذر الزمالك او تؤاذر النادي الاحلي فاحنا بنراهن على ثقافتنا على حضرتنا على وعينا على ان احنا بنصدر السمعة التي تليق ببلد كبير هي الاكبر في المنطقة العربية هي مصر ان شاء الله احنا متأكدين من هذا الكلام طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان الطاقم اللي حيدير المباراة طاقم مصري اماراتي طاقم مصري اماراتي بقيارة طبعا محمود البنة بعد ما اختار بريرة الرئيس لجمة الحكام ومعه محمد فاروق وكابتن توفيق اختار محمود البنة وطبعا حيعاون البنة الحكمان المساعدين هنا عبد الفتاح ورحمة توفيق طلب وحكم رابع حكومة دولة الامارات وتقنية حكم الفيديو المساعد الفار حيكون طاقم حكام اماراتي وده طبعا تبقى للبروتوكول الموقع بين جانب المصري وجانب الامارات فيه بروتوكول وقع ما بين مصر والامارات في هذا الاشياء وبالتالي ان شاء الله رب العالمين الطاقم حيكون مصري ورفة الفار بالكامل حتكون من الامارات عشان لا حد يقولك مش عارف ايه ولا حد يتكلم لا احنا عندنا محمود عشور مصنف افضل حكم فار في القرى الافريقية كانت محمود عشور عشان بس الناس بعارك لكن حتى لا يقول ان نحزل الاهل ونحزل زمالك لا الغرفة الفار من الامارات وده بروتوكول موقع ومحمود البنة امين عمر ابراهيب نوردين محمد معروف انا بتكلم بس في بعض الحكام الدوليين محمود ناجي عندنا حكام كتير بيديروا اكبر الدربيات في القرى الافريقية واكبر مباراة في القرى الافريقية في دورة بيتة الابطال او في الدوليات في تونس او في المغرب او في الجزائر زي ما بنشوف وبتلع المباراة في السورة التي طليق فانا شخصيا ثقتي في الحكام المصريين بلا حدود بلا حدود واللجنة الحالية بس البريرة ومعها كابتن محمد فاروق نائب رئيس اللجنة وكابتن توفيق السيد وبيت قوة ايمان دي جيش وبقية اللجنة بالكامل ناس شغالة شغلة صحة وحنشوف تحكمنا بسورة جديرة جدا كل المرحلة القادمة ان شاء الله رب العالمين فاللي انا عاوز اقوله ان شاء الله البنا بعمفوانه و بقوته و باحكامه حيطلع المباراة في السورة التي طليق بالحكام المصريين حقول له حضراتكم بس احنا عندنا من 2014 نتائج المباراة اللي قادرها حكام مصريين من 2014 للأهل والزمالك اول مباراة قمة كانت عام 2014 بيدرها حكم مصري بعد غياب 22 سنة نعم يا جماعة حالا؟ طيب اطلع فاصل وارجع اكمل ما حضراتكم اطلع فاصل كل سنة وحضراتكم طيبين يعني طلعنا فاصل الساعة 12 رجعنا للساعة 1 خلاص نزبط ساعتنا على توقيت الصيف الجديد الان اصبحت الساعة الوحدة نقدم ساعتنا ساعة يعني يا ريت كل اللي متابعنا قدم الساعة بتاعتك بالوقت عشان تبقى في التوقيت الجديد ارجع لحضراتكم مرة تانية عن الحكام المصريين اللي اداروا لقاءة القمة في 2014 اول حكم مصري يدر القمة بعد غياب 22 سنة وده كان اخر مباراة كان ادارها كابتن قدر عبد العظيم وده كان في الدور الثاني موسم 95-96 ده كان دور تحديد البطر موسم 2013-14 ادارها الحكم ابراهيم نور الدين واحتسب درب الجزاء الصحيحة للزمالك وانتهت بفوز الاهلي بهدف مقابل لشين مباراة السوبر المصري 2014 ادارها الكابتن محمد فاروق اللي هو نائب رئيس سجنة الحكام حاليا وانتهت بفوز الاهلي بركلات الترجيح مباراة الدور الثاني موسم 2017-18 ادارها الكابتن محمد الحنفي واحتسب درب الجزاء الصحيحة لصلاح الاهلي وانتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف مباراة الدور الاول موسم 2021 ادارها الكابتن محمود البنة واحتسب ضرب الجزاء الصحيحة للزمالك وانتهت بفوزة الاهلي 2-1 لاحظوا ان اللي بنحساب له ضرب الجزاء هو اللي بيخسر في الآخر مبارات الدور التاني كان موسم 20-21 أغادرها الكابتل أمين عمر وانتهت بالتعادل بدون أهدام مبارات الدور الأول 21-22 أغادرها الكابتل محمد عدل واحتسب ضربتي جزاء صحيحتة للأهلي وضرب الجزاء صحيحة للزمالك وانتهت بفوزة الاهلي 5-3 دول حكمنا اللي أضاروا مبارايا القمة وانا بقول لحضراتكم عندنا حكام على اعلى مستوى كابتن عادل والحنفي وامين والكابتن عشور والكابتن البنة والكابتن محمد معروف والكابتن ابراهيم نور الدين ومحمود ناجي يعني دولة الدوليين على اعلى واحد الغندور طبعا من حكامنا المميزين جدا 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 فخلنا يا جماعة نضي الثقة لحكام كنت جدا معجب بقرار مهندس احمد مجاهد في اللاجنة السلاثية الماضية لما أسند المباريات لحكامنا المصريين وعلى كده كنا اكثر اصرارا اللي لازم الامر ده يرجع مرة تاني ادوا بقى المصريين هما اللي يديروا المباريات ويبقى عندنا ثقة فيهم وكلنا ثقة بكل تأكيد في حكامنا المصريين عشان يعني رأيي بريرة برضو وانا بقايده تماما انا بجي اطالب للحال الدولة والتحاد الافريقي بوجود حكامنا في المناسبات الكبيرة في البطولات الكبيرة المباريات الكبيرة اللي عندك جيت طالبني ازاي فلازم ننسى الصفحة دي والدفقاتنا عشان نلاقي جمال غندور مرة تانية وعسام عبد الفتاح وجهات جريشة اللي نورونا في كاس العالم كحكام ساحة وايضا كابتن وجهه احمد وابو الرجال وغيرهم من اللي كانوا موجودين في حكام المساعدين ان شاء الله بإذن الله حكامنا قدها وإدود بعد الأخبار السريعة برضو بلاش الخبر ده عشان ما حالش يتكلم وخلينا نقوله بعد المباريات اللي جاية ان شاء الله طيب عندنا سحب قرعة دور الاثنين وثلاثين لكاس مصر الاثنين المقبل طبعا الكاس الجديدة فاز بيها النادي الاهلي الكاس بتاعة الموسم والمواطن بعد المفازة على بيرامدز هيبقى عندنا يوم الاثنين لاثنين المقبل واحد مايو مراسم سحب قرعة دور الاثنين وثلاثين لكاس مصر اثنين وعشرين بمقر الاتحاد واعلنت او اعلنت الاتحاد المصري موعد مبدايا لدور الاثنين وثلاثين يعني الخبر مكتوب واعلنت ربطة الاندية الربطة خاصة بالدور العام الكاس خاص بالاتحاد المصري يعني لما لاقي مواقع تكتب كده تبقى كارثة الدور خاص بالاتحاد بالربطة والكاس خاص بالاتحاد المصري وكاسر ربطة بتنظموا الربطة الانديها برئاسة نائب احمد ديال طبعا يقوم دولة تلاتين لكويس مصر مشاركة الانديها الدولة الممتاز وعددهم 18 نادي بجانب 14 نادي من الاقصام الاخرى هم نادي شبان انا نادي لفينة بطرول اسوت النجوم المصالة الصلاة سكر حديد قالوا ايجابت منتخب سويس شرقية بالزائزي بكرنس بروكسي ورايا والحمام وطلاقع الاسطول والله يكون في وقون الحاجة عام الحسين بصراحة يعني طيب قبل ما ينضملي كابتن ابو العنين شحاتة نجمينا الكبير والموديل الفني للعديد من الانديها ونقضنا رياض احمد قصاص دي نكلم كتير جدا لكن اقول لحضراتكو بس المؤجلات الدولة الممتاز البنك الاهلي كانت عادل مع المصر بورتسعيد وفي وقت شرق سر من الداخلية بهدف قاتل 0-1 طلع الجيش كان فاز على غاز المحلة وتم تغيير عبدالباقي جمال كابتن عبدالباقي وحل مكانه طبعا كابتن رضا شحاتة كمدير فن غاز المحلة احد القلاع رياضي اللي بنا تمناها للسكرار والتوفيق بقول كابتن صبر عيد مدير رياضي مليون سلامة اجرى عملية جراحية النهاردة واحد من نجمنا منديال 90 واحد من نجم منتخبنا ومن الناس اللي بتمايزوا بالاخلاق مليون سلامة كابتن صبر ان شاء الله ترجع تنور مكانك بإذن الله زمالك نفاذ على سيراميكا كيليب باترا بهدف مقابل لشيء مباريات الاسبوع 27 يوم الثلاثاء اتنين مايو غاز المحلة مع اسموحة ستة مساء الدخلية مع امبي تمانية ونصف يوم الاربع اسوان مع المصري البور سعيدي سبع مساء يوم الخميس اربع مايو المؤولية العرب مع البنك الاهلي ستة مساء حرس الحدود مع طلاع الجيش ستة مساء فيوتشر مع فرقه ساعة تمانية ونصف كاسر رابطة يوم الجمعة بكرة لتحاد سكنديلح تقبل مع امبي يوم السبت المصري مع الاسماعيلي والبنك الاهلي يوم الحد مع سيراميكا كريب باترا وحرس الحدود مع فيوتشر دا في كاس الرابطة الاسبوع القادم ان شاء الله حيعاود قطار مسابقات القسم الثاني انطلاقه من جديد سبعة اسابيع متبقية على انتهاء المسابقة الكل في صراع اللي عاوز يحجز بطاقة التأهل الى الدور الممتاز واللي عاوز يحجز بطاقة التواجد في دوري المحترفين اللي حيبقى موجود لأول مرة الموسم القادم صراع كبير جدا في الثلاث مجموعات في الصعيد في القاهرة والقناة في بحري والاسكندرية ومطروح حنشوف بالتفصيل مع الكابتنا بالعنين ومع ناقدنا رياض أحمد الأصاص ما يدور داخل هذا الدور أيضا كمان عندنا الترائي الخاص بالقسم الثالث عندنا مكادي أول فريق في مصر مع طبعا كابتنا أحمد الصحيف ربنا ديره الصحة صعد الى دور المحترفين الوحيد اللي ضام المكادي حتى الآن زي ما احنا عارفين القسم الثالث عندنا أربع مجموعات معمولين كل مجموعة فيها أربع فرق بناخد من كل مجموعة نادي يصعد ثلاثة فأربعة يعني دلوقتي تصعد مكادي عندنا كمان مجموحتين حيصعد منهم الأول والأول ويبقوا ثلاث فرق يصعدوا الى دور المحترفين ونتمنى لهم التوفيق تعالي نشوف نشرتنا فيها النهاردة وارجع لحضراتكم مرة تانية دور القسم الثاني يعود مجددا الثلاثاء المقبل بعد توقف أربعين يوما مكافآة خاصة في الترسانة لتحفيز اللاعبين لتخطي عقبة السويس أندية القسم الثاني تطالب الجبالاية بحكام دوليين في المباريات الحاسمة عيد مرزي مديرا فنيا لكيما أسوان خلفا لعلي عشور نادر السيد يعود للقيادة الفنية لطامية خلفا لأحمد بكري رحيل محمد إسماعيل عن القيادة الفنية للشرقية بسبب الخلاف على منصب مدير الكرة سحب قرعة دور الاثنين وثلاثين لكأس نصر الاثنين المقبل حسام عبد العال يحفز لاعبي دي كرنس لعبور عقبة سبورتينج والعودة لصدارة مجموعة بحري نبيل محمود يطالب لاعب المينيا دينسيان الأزمات وخطف نقاط مباراة أسمنت أسيوت دعم جماهيري ومكافآت منتظرة في جمهورية شبين للفوز على الحمام زي ما قلت لحضراتكم صراع كبير جدا بين الأندية في المقدمة في الثلاث مجموعات من يحمل بطاقة التأهل إلى الدوري الممتاز إما أن يكون فريق جديد أو عودت بعض الفرق إلى ما كان في الدوري الممتاز كلام وكل رصد لكل الأرقام حيكون بالتفصيل مع نقيدنا رياضي أحمد أصاص ومع نجمنا بابتين أبو العنين شحاتة بعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة يعود قطار القسم الثاني للانطلاق من جديد بعد توقف دام أربعين يوماً بمباريات الجولة الرابعة والعشرين في المجموعات الثلاث والتي ستشهد نوعاً من القوة والندية بين كافة الأندية فأهل القمة استعدوا جيداً خلال فترة التوقف من أجل الفوز في المباريات المقبلة من أجل تحقيق حلم الصعود بينما يسعى الفرق الأخرى للبقاء ضمن الخمسة أندية التي ستستمر في دور المحترفين ففي المجموعة الأولى يستضيف الجونا المتصدر برصيد خمسين نقطة نظيره بترول أسيوت صاحب المركز الثالث برصيد سبعة وأربعين نقطة على قمة المجموعة فالفائز مولود والخاسر مفقود بينما يخرج لافينا صاحب الوصافة لمواجهة ملاوي في مواجهة سهلة نسبياً لأبناء الأسيوط وفي مواجهات لا تقل أهمية عن سابقاتها يلتقي أسمنت أسيوت مع المينيا وتليفونات بني سويف مع المدينة المنورة والنصر للتعدين ومصر للمقصة وشبان قنة وديروث وطمية وكيمة أسوان والفيوم والألومنيوم أما المجموعة الثانية فتشهد عدد من اللقاءات الجماهيرية القوية يأتي على رأسها لقاء منتخب السويس مع الترسانة والذي يعد أحد الدربيات الجماهيرية التي تحظى باهتمام خاص نظراً لشعبية الفريقين بالإضافة لموقفهم الصعب في جدول الترتيب حيث يحتل الفريقين المركزين السابع والثامن برصيد خمسة وثلاثين نقطة ويسعى كل منهما لخطف الثلاث نقاط من أجل مواصلة المشوار واحتلال المركز السادس للبقاء بجدول المسابقة وفي إطار مباريات نفس المجموعة يلتقي السك الحديد مع النصر ووادي ديجلا مع الإعلاميين كهرباء الإسماعيلية مع الإنتاج الحربي وإسترين كومبني مع بورتو السويس والعبور وزيد افسي وبيتروجيت مع مستقبل وطن والاتصالات مع القناة أما المجموعة الثالثة فيستضيف طنطا المتصدر برصيد ثلاثة وأربعين نقطة نظيره كفر الشيخ في مواجهة صعبة لأبناء السيد البدوي كما يواجه جمهورية شبين صاحب المركز الثاني برصيد أربعين نقطة نظيره الحمام المطروحي كما يخرج بلدية المحلة صاحب المركز الثالث برصيد تسعة وثلاثين نقطة لمواجهة بروكسي وورك في مواجهة محفوفة بالمخاطر لأبناء أحمد رؤوف في ظل المستويات القوية التي يقدمها أصحاب الأرض في الوقت نفسه يلتقي الهلال المطروحي مع الأولمبي ونبرو مع أبو قير للأسمدة وديكرنس مع سبورتي والمصري بالسلوم مع المنصورة والمجد مع بايونيرز عودنا إليكم مجددا خلوني أرحب بضيفي الكريمين كابتن أبو العنين شحاتة نجم منتخب مصر ونادي حرس الحدود والعديد من الأندية والمدير الفن أيضا للعديد من الأندية كابتن نينو منور الدنيا أهلا بيك أهلا بحضرتك دكتور وسعيد بوجودي معك وكل سنة حضرتك طيب والسادة المستمعين والسادة المشاهدين وأسرة البرنامج ومصر كلها إن شاء الله دايما فعيات بإذن الله يا رب نقدنا الرياضي الكبير بالمصر اليوم الأساد أحمد الأصاص منور الدنيا وكل سنة أنت طيب أنت طيب يا دكتور ريهاب سعيد طبعا بيك وطبعا كابتن أبو العنين ودايما حلقات كابتن أبو العنين دايما يعني زي ما أقوله كلها حلقات سخيرية يعني كلام كتير وخلاص بإينا في الأمطار الأخيرة اللي زاكر زاكر واللي مذاكرش ويبقى الحظ في النهاية هو ده اللي باقي في الأسابيع السابعة الأخيرة والمواجهات بقى كل مين كل فريق حيقابل مين ده اللي بقى إنا بعد ما في المجموعة الأولى لفي إنا بيحتل الصدارة برصيدة خمسين نقطة ومعه الجونة بنفس رصيد خمسين نقطة يليهم بيترول قصود سبعة وربعين ثم النص للتعدين تلاتة وربعين مصر مقصة واحد وربعين هنا المنافسة قد الخض milestone قائمة في المجموعة التانية زد برصيد ستة وربعين نقطة في المركز الأول السك الحديد خمسة وربعين نقطة ودي ديجلة أربعة وربعين نقطة القناة تلاتة وربعين وبترجيت تمانية وتلاتين صراع النقطة في هذه المجموعة في المجموعة الثالثة طنطة 43 نقطة جمهورية شبين 40 بلدية المحلة 39 دي كرنس 39 أبو إير 38 كافر الشيخ 36 بروكسي 34 صراع مرير بين الصعود إلى دور الممتاز وبين التواجد في دور المحترفين بسم الله الرحمن الرحيم يعني الموسم ده صعب جدا يا دكتور صعب في حاجات كتير جدا جدا في النظام طبعا الاتحاد الكرة حطه بهبوط عدد كتير من الأنديل لشان تطبيق دور المحترفين هو مش هبوط هو في نفس الدرجة هو يعني استحداث درجة لكن هو الشغل كله على دور المحترفين تمام والصعود لدور المحترفين ويعني أنا كنت في وقت من الأوقات ماسك فرقة في الممتاز به وكنت في نفسه كان تفكير كله في دور المحترفين وأنا بقولك كل الناس اللي شغالة دلوقتي همها دور المحترفين أولا لأنه على الأقل فيها خمس بطاقات أو ست بطاقات لكن الدور الممتاز بطاقة واحدة كل المجموعات زي ما حضرتك شايف كده يا دكتور أكتر من سبع فرق أو ست فرق بنفسه في كل مجموعة ودي الأول مرة بتحصل كنا دايما بنلاقي فرقة هربت وسبقت وضربت وخلاص من بعد ما يبدأ الدور الثاني بنقول الفرق الفلاني خلاص ده بنسبة كبيرة صعد لكن دلوقتي خاصة ميجي توقف في وقت حرك جدا جدا يعني فيه فرق بتبقى ماشية كويس وبشكل كويس وخلاص عندها حتة المكسب وتكرار المكسب والفرق اللي هي يعني كانت في وضع وحش جالها فرصة أن هي تصحح أوضعها في الشهر ده فالشهر رمضان أو التوقف ده كتير يعني أربعين يوم يعني كفيل بأنه يجهز فرقة من أول وجديد أعتقد أنه الفرق اللي ماشية بشكل كويس اللي كانت ماشية بشكل كويس لو ما عميتش برنامج كويس خلال الاربعين يوم دول هيبقى فيه مشكلة نيجي للتلات مجموعات نلاقي مجموعة بحري أكثر شراصة وممكن من الترتيب التامن أو التاسع يعني تسع فرق يا دكتور لأنه باقي واحد وعشرين لسه لغاية الأولمبي تلاتين باقي لسه واحد وعشرين لغاية الأولمبي تلاتين تلاتين من تلاتة واربعين تلاتاشر بنت وباقي عندي واحد وعشرين بنت لسه كتير قوي والفرق زي ما انت شايف ما نقدرش نقول أو نحكم على مطش بأن الفرقة دي هتكسب الفرقة دي أو لا مجموعة صعبة جدا 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 وأقل إمكانيات يمكن مجموعة بحري الأقل فنيا وماديا وكإمكانيات لأول مرة في تاريخ المجموعة لكن فنيا طبعا لما لاقي الأول أو اللي بينافس كسب بعشر مطشات بس من تلاتة وعشرين مطش ممكن نقولك ده قوة هذه المجموعة قوة المجموعة يعني ما فيش فريق بتهزم بالسهل ما ما ظنش يعني برضو قوة المجموعة هنقول مستويات متقربة هنقول مستويات متقربة الإمكانيات المادية لأول مرة في مجموعة بحري بتلاقي قليلة جدا والفرق سبحان الله اللي هي صعدة من تحت زي طنطة وزي جمهورية شمين صعدين من الدرجة الثالثة وبينفسه أنا بحييهم بس يا كابتن خلينا برضو نتفق جمهور غير الجمهور أنت بتتكلم عن طنطة اللي في الدورة الممتاز القسم الثاني للقسم الثالث يعني في ثلاث مواسع من ممتاز لتاني لتالث ورجع تاني لقسم الثاني فطنطة إما أن يقوم متواجد في القسم الثاني أو في الدور الممتاز شبين نفس الأمر موجود على طول فهبطهم للقسم الثالث ده اللي كان شيء غريب وشيء مستغب لكن عودتهم مرة تانية ومن نفستهم أنا نفس ما سغربوش أمر طبيعي ما سغربوش مع قوة الجمالي زي ما قاله السيد أحمد مع التاريخ بتاعهم لا طيب إحنا إحنا كمان يعني أنا بتتكلم في مجموعة أنا اشتغلت فيها في أول السنة لا هي فنيا مش زي كل سنة هي مش زي كل سنة هي فنيا مش زي كل سنة لكن يا دكتور في حاجة بقامنا بس أنا عنتكلم على السعيد برضو ممكن نتفق نختلف ده الخلاف وارد في الرأي يا كابتن أبو الأنين تعندك مجموعة السعيد من أول السابع للستاشر كل الفرقة ديت الألمونيوم ديروت أسمنت شبان فيوم كل الأندية ديت دعمت بإمكانيات ما عندهاش إمكانيات مادية تدعم بلعيبة على مستوى عليك عكس مجموعة بح تس خد عندك من من الستاشر فرقة أربعتاشر دعمه تدعيم قوي جدا تمام اللي مدعمش عمل إيه عنده البديل مدرب شاطر قوي زي عمر الأنور زي عصام شعبان قدر يعوض ده بيا كابتن إن هو اتعاخذ مع لعيبة من القسم الثالث والرابح ولعيبة نجح إن هو يجهزها كويس ويحطها عالتراك بقت النهاردة اللعيبة دي تلو مجلس هي دي اللي بتنفس معها بس أقول لك برضو حاجة في السنة الجاية حرجع في طنطة برضو أه السنة الجاية سنطة معظم اللعيبة اللي موجودة لعب الدوره ممتع لعب الدوره ممتع بقس دعم اتنين تلاتة لجي من بلطين يعني عندك الكابتن عمر الأنور أنا أقول لك السنة الجاية لو سب في طنطة بعد ما تنصعد أو موجود طنطة يبيع سباح تمام لعيبة بملايين شبين الكوم عنده تلاتة أربع لعيبة يبيحهم بل يعوض اللي صرفوا السنة دي دعمت عندك كفاية في طنطة ميده جمال والدح ده ميده جمال ده يكسر الدنيا فأنا بقول لكابتن عمر الأنور السعيد السعيد فيها ثمان تسع عندية دول ما دعموش لأن إمكاناتهم ما دية محدودة دعمت عندك ديروت يا كابتن عمر الأنور ديروت طمية لسه بدأ في فترة تداول مبارح دليل على إنه بمشي مكاتب لكن مجموعة بحدي تحديدا فاربعتاشر نادي لأ كلهم ده عام لا أنا 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 المقصود إنه مثلا جمهورية شبين النهاردة وطنطة وإنت حضرتك عارف بالظروف المادية بتوع الناديين دول ولما لقيهم على القمة يا سيدا حمار يبقى العملية الموضوع مش موضوع فلوس مدر وإدارة وإدارة أنا هاجي كمان للإدارة في إيه في إنه طنطة وجمهورية شبين ما كانش ده موقعهم في أول الموسم لا أو لحد عشر مصرات في الزبط في الجوالات الأولى يا دكتور والمجالس الإدارة تحملت كتير جدا ده طنطة كان في المركز الكامل كابتن الحداشر وصبرت والنهاردة طنطة وجمهورية شبين في المنافسة ده دليل على وعي الإدارات إدارات ومدرب شاط اللي أنا بطلوبه دلوقتي من هذه الإدارات أنت خلاص يعني بقيت يعني حطيت رجلي في الدور في الأمطار الأخير رجلي خلاص في الأمطار الأخير اتصرف بقى يعني ها الكلام ده هنا الجدعان دي النقطة بقى زي ما تحمل المدرب واللعيبة واللعيبة والجمهور برافو عليك كابتن النتاج الأولى السلبية أو الهجوم عليهم النهاردة الناس دي في المنافسة عايز أقول كمان لا يا كابتن قبل ما تخلص بس لازم أدعم كلامك بتوصيق التوصيق ايه شبين ما صرفش الليه طلب مكافآت مضأخرة وليه قصر يناير والله يكون فعلا ما صرفهمش طنطة ده بجانب من المكافآت والحجم محمود طنطة بقى له دلوقتي دخل في عشر مكافآت كابتن ما خدهمش لازم بقى زي كابتن والعيبة قال الإدارات اللي عيبة استحملت والمدربين استحملهم لازم الإدارات تصرف بقى يعني جمهورية شبين إيدي المكافآت بقى كابتن أنت كنت رأس حربة ما تهاجم يا كابتن نحن مش عايزين نهاجم نحن بنقول أنا عزيزة تهاجم سلاحة ده عميبي النفرسة من دهب جمهورية شبين تاريخ كبير وطنطة تاريخ كبير والمجموعة بتضم مجموعة فرق جمهورية كابتن تبصيب يا مهيور شبين عامل زي جمهورية ده حدوتة ده حدوتة طبعا أنا بصراحة أكبر أستاذ بيتميلي بجمهورية جمهورية شبين بصراحة بيبقى ما فيش مكان جمهورية طنطة ورقفة ريخ في كل مكان المنصورة بلدية المحل لو عشقال النادي أنت حضرات شفت الدورات الدورات الرمضانية الجمهورية كمية الناس قد يهاد الكرة بدون جمهور يعني نحن نروح في سكة تانية أنا عايز أتكلم بس أنه فرصة لأعضاء ومجلس إدارة نادي جمهورية شبين ونادي طنطة بما أنهم دلوقتي على رأس المجموعة أنه تصرف أنتوا معاكوا أنتوا تقدروا المكافآت غير مجزئة بالمرة في جمهورية شبين أنا أتكلم بأمان أسام شعبان ومصفحة فتاح عاملين شغل محترم محترم ألف جنيه وخمسمائة جنيه لما تطلع ضرائب تصفى على تصفى على تمنمائة جنيه فكمان يعني لا أنا أشد الدكتور أحمد الخشن وأيضا المحافز الغربية طريب رحمي لازم يا جماعة نقف مع الفرق زي محافز أيمان بيخطاب لبالآس في المنصورة ده مطلوب يا جماعة ده مطلوب جدا وخلي بالك ودور المجالسة ده برضو كابتن معزورة في أزمات مالية في الأندية وبقى الحملة تقيل عليهم يعني تدخل المحافزين الأيام ديت حتى ولو في الأمطار الأخيرة معنادي زي وبرضو عاوز أقول الحاج أنا كان اتحاد الكرة بيدعم حاليا اتحاد الكرة عقد الرعاية الجديد لم يتم تفعله بحث لحد الوقتي لغد الوقتي فلسه يعني يا دوب خلاص أبتوش العقل أول دفعة هنبتدي برضو نطلع فالاتحاد برضو مخنوق عشان برضو الناس يكون عارف لكن مسلحات الأندية حتروح بكل تأكيد منتظرين أو عادي وحنطلع الكلام بس مش على جمهورية شيبين لأ الكلام يخص كيروس بديت المحلة لأنهم موجودين بالفعل في المنافس قوة وأبو إيرل أسميره وقفر الشيخ وبروسي والمنصورة قضرة لا ترجع والأولمبي يعني برضو إحنا مش بنختص جمهورية شيبين وطنطة لأ إحنا بنقول إحنا في عرص الصعود ده عرص عرص المحافظة بكل ما تحمله الكلمة من معنى الصعود ده ما بيجيش إلى كل كذا سنة اللي مش مؤدر اللي فيه الفرقة دلوقتي لا يبقى أنت مش بتاع كورة بقى يبقى أنت إركن كرسيين وشمسيتين وخلاص ونقعد تحتهم وخلاص لكن دلوقتي فرصة إن يكتب التاريخ إن كل دول مهددين برضو إن هم ما بيقوش في دور المحترفين لإنت عندك أكتر من تسعة فرقة يا دكتور بنفسه فأنا محتاج خمسة في النهاية وفي فرقة هتعمل ماتشات فصل فأنا ليه يعني طب ما ننعب على الصعود وخلاص على أقل أضمن كرسي في دور المحترفين اللي هيطبق 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 يا دكتور يا دكتور الكابتن أبليا قال حاجة جميلة حتة تبيق دور المحترفين الناس كلها في جدل على دور المحترفين أنا عايز بس الناس تهدى شوية وتاخد كده تاخد طب تاخد الأنفاس والناس تبقى عارفة إن الدوري زي ما أنت قلت كده الحاجة عامل عسين وأنا بكلمه قال لي انت كل شوية يا أحمد مش هيقول لك حاجة تاني مش هيقول لك قال لي يا عم ريح نفسك الدوري حيطبق دور المحترفين في فلوس ما فيش فلوس عارف ليه كابتن كمان زي انت ما قلتلي على حاجة برضو وده حاجة مهمة جدا يعني أنا يعني ماشي مع اتحادات الكرة وانا لسه عندي 14 سنة 15 وكنت بدكت في مدار رياض ودايما كنت بنعمل تحقيقات على حاجة لافت تنظر جدا شوف من إنت بقى دخلنا في 40 سنة إن رؤساء الاتحادات المختلفة في 40 سنة كل رئيس اتحاد يجي عايز يطبق دور المحترفين ما يعرفش يطبقه ما يعرفش ليه بقى عشان عنده اياة دي مرتعشة ليه لإن الأندية أصوات الأندية أجندات بتتحكم في إيه في تطبيق دوري أو لا المرة دي لو لو اتحاد الكرة الحالي طبق الدوري ده أول اتحاد كرة حيتحسب له في السيفي بتاعه إنه نجح إنه يقف قدام إيه قدام طفان الجماعة العمية طبق ويطبق دور المحترفين طبق عشان كده زي ما قلتلك والحاجة التالتة بقى اللي أنا ونتا تتكلمنا عنها وتتبقنا عنها إن 80% من أنديت دور المحترفين حيبوا شركاتهم وخلي بالك ومعظم الأندية دلوقتي يا كابتن رؤوسها الأندية حديك سر كمان رؤوسها الأندية حتى اللي بنفسه على الصعود هو بينه بنفسه عايز يستنى في القسم التاني بقى اللي هو ايه اللي هو بعيد عن دور المحترفين عارف ليه إنه هو مش هيصرفه هو في القسم التاني مستريح بص يا سيد زحل فاضح إحنا لا شك إن دور المحترفين هيفيد الكرة المصري آه طبعا هيفيد المدرب لو طبق بالأسس والقواعد السليمة المدروسة بصراحة هيبقى حاجة محترمة جدا 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 لكن يعني معلش أنا بكلم دلوقتي الدكتور إه هل الدور المحترفين فوق اللي هو الممتاز يعتبر دور المحترفين زي اللي بنشوفه في السعودية وفي الدول لا لسه قدامك صح طيب إحنا لو عملنا الدور اللي تحت ده دور صح صدقني اللي فوق هيبقى صح يعني إحنا لو بدأنا واللي تحت كمان هيبقى الشعبية هيبقى شعبية طبع طبع هيبقى إنت عندك فوق الأهل والزمالك والاتحاد والإسماعيل وأسوان والمصري للبرسعيدة والمحلة دي الآن ده الجمهارية اللي مجموعة أنا بقول إنه يتعامل مدير فني للدرجة دي بالذات مدير فني يطلع منها منتخب هو ده اللي أتكلم تعلم عن دكتور إهاب حاجة مهمة جداً تطبيق دور المحترفين والمهندس خضر إبراهيم بيكلمني هاتو يا جماعة على تليفون أنا هتخدهم تابعنا وفي حاجة في رسالة عازو والصدر عزيم الدكتور بص برضو عشان نوريك حاجة يا دكتور إهاب وهقول لك إن ده كلها إشارات إن الأندية دلوة الكورة القدم بقت صناعة وبقت إمكانات مادية أكيد أكيد حوريك حاجة أو حروق الحاجة تانية مؤممة جداً ممكن تعد على أي حد مباراة اللي هي الودية بتاعة التوقف تعانوا ليك يا كابتنا وليون التوقف ده إيه اللي حصل فيه حانوا ليك نتائج غرائب وعجايب مباراة الودية ديت العبور على إنتاج الحرب 30 العبور عنده بكانات مادية منتخب كفر الضياد عشان عنده بكانات مادية لا لا كفر الضياد غير راية خد التانية دية مالية كفر الضياد مع عيمن مجدي بعد التدعيم والملعب اللي عمله وعملوا حمام سباحة وعملوا فندق عملوا فندق كمان يا دكتور ربدي عملوا فندق دخل النادي وبقت الصرف دلوقتي أنا رحت أنا رحت النادي مليتك في الزياد في زيارة عزبني سيد محمد بحطب رئيس النادي كان من فترة منشارينه على الحال فروحت لقيت النادي تغير بأي حاجة لقيت عنده قطعة أرض على النيل مباشرة دي تدخل في السنة مش أقل من 30 من المجل شفت لما جيه حد فاهم من 30 من يوم جديد هو الرجل ألاك أنا اشتغل عليه على طول ألاك على طول أه النادي اتنقل النادي اتنقل وشركة المالية اسمها بقى على كل السنة دلوقتي النهاردة مش دي دعاية للشركة خد بقى كابتن أبو العنن الود إيه بقى في الود دي مفاجآت الود راية على بقير تلاتة واحد كويس وعلى المجد التنصف راية داخل دورة التراقي في القسم التالي منرقى خيلة ده نطلع البلدية في البلدية كابتن مونير عقيلة وهو مدرب خبراء كابتن مونير يسمي وهو قلعه من مدرب الاتحاد مدرب شاطر قدر يشتغل عادية النهاردة وابن البلد ده بتودين الفين يا دكتور إيهاب انك انت هتروح دور المحترفين اللي معاه هيشتغل وحيقدر يعدي ويقدر يصنع فرقة ويقدر يستثمر في كورت القدم لأن في كورت القدم النهاردة بيتستثمار يعني نهاردة ما تيجي في بروكسي باعوا اثنين لعيبة ثلاثة لعيبة دخلوا اربعة مليون مش كده دكتور اربعة مليون لما بروكسي لسه ساعد يا كابتن مولعين يبيع بربعة مليون يعني دليل عنه المنظومة دي بتستثمر صح جدا يبقى المعام كريات مادية هو اللي حيقدر يشتغل واخبالك هو طبعا عمل حاجة كويسة قوي الراجل بدء من الدرجة الرابعة للدرجة الثالثة للدرجة الثالثة يمكن ما اخسرش مطش على في الدوريات كلها إلا السنة محمد حامد يعني عمل برضو حاجة محترمة وشغل كويسة طي اخل بعض الرسال عمرو غنيم بيمس عليكو طبعا عمرو غنيم حبيبي بس مشاغب حبيبي مشاغب مشاغب بس من الناس المحترمة وامين عمل من الناس الجميلة جدا 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 وامين بسراحة بعد الرسال جدا مساء الفل يا كابتن أهب التوفيه والنجاح بإذن الله معاكل كابتن نادر عبد المجيد المدير الإداري بالنادي ميهد أهلية الحمد لله رب العالمين حضرتك عارف أن ميهد أهلية هبط الموسم الماضي في قسم الرابع والحمد لله سعدنا في نفس الموسم وحضرتك كمان كنا بنلعب طول الموسم خارج مرعبنا وانت عارف ان شاء الله بإذن الله ويسعدني جدني حسام نور طبعا مرسلنا وازمنا تحياتي ولدوفك الكرام كابتن نينو والمحترم أبو أشرف كل عام وانتم بخير نتمنى المباراة المتبقية تكون حكام دولية كبيرة لإدارتها لماذا حسست كل مباراة وهميتها كل نقطة خلال أسابيع القديمة طبعا بتكلم عشان بلدية المحلة أنا معاك تماما والحكام الدوليين هما اللي بيديروا المباراة المتبقية من الجولة عشرين يا دكتور عشان بس الوضع لحسام نور من الجولة عشرين ناس كتير بتكلم في عدة الحكام الدوليين حانية يا كابتن لا ده هو من الجولة من الجولة خمستاشر كان بيدعم بسبعة تمانية لا الجولة عشرين بدأ يدعم باثناشر تلاتاشر حكم خبرات يا كابتن دوليين يعني الحكام موجودين بما يرد الله الموسم ده كله كان محتاج حكام دوليين أيها بس كان البداية معلش طيب نكامل بس رسالة مصطفى أحمد أنا بتمنى أن حضرتك تستضفني لو مرة في تحليم مساءة السعيد كنت بلع في ندر ديروت فورصنا واتنورنا وأهلا وسهلان يا كابتن مصطفى إن شاء الله بإذن الله يكون موجود معنا الفتر اللي جاي عنينا لتني كابتن علي عبدالله بالقاس بيتمنى لكم التوفيق وبتمنى للبقاس التوفيق كابتن نادر عبد المجيد ده بنادي مهد أهلية برضو حاضر وزي ما احنا قلنا حاضر يا كابتن نادر أنا مع حضرتك أولا بأول إن شاء الله صديقنا العزيز رئيس نادبي لو أستاذ جمال السرافي بمس عليكم كابتن أحمد مصطفى طبعا قبل كابتن أحمد مصطفى عندنا كمان أقول لحضرتك كابتن أحمد مصطفى الأول طبعا المدير الفن العديد من الأندوى طبعا سيد سالم وكفر الشيخ بيمسي وبيقول بيمس على الموسوعة وعلى كابتن أبو العينين بقول لكابتن أحمد ناصر وسؤال بسيط دكتور أهب إمتى حنشوف في الأجهزة الفنية منتخبات الوطنية كوادر جديدة من مدرب الأقاليم لمن يسحق التواجد من الناحة الفنية في المنتخبات الوطنية للفئات السنية ومنتخبات القطعات هجاوب حضرتك حالا عني يا كابتن أحمد مرسلنا وزامنا العزيز محمد الحسيني بني سويف منورين وضيوفك المحتمين عودة حميدة ملعب بلد ومشارة الكرب المظليم أشكرك يا بحمد معنا كمان كابتن تامر كلوشا المدير الفن النادي مشتهر منطقة الألوبية كابتن تامر كابتن تامر من الناس المحترمة بمسة عليكو من الناس الجميلة تامر كابتن حامد علي بابا طبعا سود بمسة عليكو وكمان مستمتع جدا كابتن جمال السرافي بيقوله طبعا صديقه عزب أشرف والكابتن نينو منورين الدنيا وحلقة أنا مستمتع بيها طيب دي بعض الرسائل اللي جات سريعا عندي كلام كتير جدا لكن حابعتلكو يا جماعة في الاعداد بعد اذنكو في منشور نزل على السوشيال ميديا يعني الناس كلها عملت تتدوله كابتن هو الحبيب قال عليك أو كابتن هو الحبيب بعتولي اللي هو القيد السنة الجاية أنا ببعته هو تلبسيوني عشان بس معلش يخص القيد السنة الجاية وده عاري تماما من الصحة والكابتن هوالي بولك كمان ما فيش أي أشارة دوري محترفين ده عاري تماما من الصحة أنا بعتقلكو يا جماعة بعد اذنكو نزلولي عشان لما تنزلوه هبتدي أتكلم عليه طبعا أخونا العزيز كابتن إبراهيم شابانة بيمسى عليكم بقول من شمال سينة طبعا إن شاء الله شمال سينة بقالها يومين يعني كل مصر موجودة هناك إن شاء الله الاتحادة من سوكرة القدم حيبقى متواجد في سينة أخير الفتر القادمة حيبقى فيه مباراة كده الفتر اللي جاي خلونا أخذ مهندس خدر إبراهيم رئيسنا ديتكنس واحد من إنجح الشخصيات اللي بتشتغل في المجال واللي قدر إن هو مدينة ديتكنس مدينة غنية بأبنائها بشبابها وبالتالي بقت ديتكنس مع المنصورة مع نبروف القسم التاني عاملين شغل كبير جدا وتكنس بتنافس على صعود بقالها موسمين اتنين يا باش مهندس مسائل فل كل سنة حوضة طيب ومنور الدنيا مسائل هنا والسعادة والسرور وعايزة حييك على الشياكة الجميلة ديت وحييك على الكوكبة الجميلة اللي معاك بنا خليك مش مهندس كابتان أحمد الأصصاص والكابتان أبالعين الشيحاتة بنا خليه كل سنة حوضة كتاب مش مهندس وانا في الحقيقة مجدتش متابعة البرنامج بس لما جالت الصالوة ده فتحت على البرنامج بتتفرج على مطس بروكسي والكرمس في ملعب بكرمس على الليل للرياضة أنت بقى بتعمل فتة جديدة أنا كمان عارفك ما تقولش جدا قابل أنا شفت البص اللي نازل على السوشيال ميديا وبعدين قم ترنن عليك ده بص ماروش أي حقيقة نهائي أو أنا اللي اتفعي ما فيش أي إشارة للدور المتارفين وكيده وتركباته طبعا أنا استغربت جدا المحترفين ده يتحسن درجة أولى ولا درجة تانية أنا تواصلت ساعتها مع الحاجة عامر حسين حاجة عامر يعني مسابقات قال لي ما عرفش حاجة عنه خالد قال لي أنا مستغرب الاشاعة بتبقى كلمة الاشاعة ازاي تبقى قصة ده موضوع كبير وتفاصيل كتير صح صح وإحنا في الاشاعات ما شاء الله ما شاء الله يعني طيب خلينا اتكلمك في شكل المنافس خلال الأسابيع السبعة المتبقية شايفة ازاي والله دكتور طبعا احنا في دور الترقي من سبع مباريات سواء لينا أو للسبع أو ثمان أنبية الأولى يعني في جدوى المسارقة الحظوظ أكيد بتبقى أفضل للطنطة مثلا معها فرق أربعة بنتة عن تلاتة بنتة أو أربعة عنك وإحنا والبلدية ويمكننا قلتها أن ربنا لسه يشتيب لنا حاجة كويسة رغم أن احنا غيرنا أجهزة فنية أكتر من مرة لظروف خاصة ومع ذلك لسه في منطقة نورة فربما يكون ربنا عين لنا حاجة كويسة طيب ايه متطلباتك من الاتحاد المصري قبل الانطلاق الأسابيع الأخير أعرفنا أن في دور المسارقة في قص مصر في قرع يوم لتنين فطبعا إحنا ناس هننافس على بطولة اللي هي بطولة الصعود أو التوابط حتى داخل دور المحترفين فالفرق دي لما تلعب نطشات كاس من اللي لها كاس في نفس التوقيتات دي في صعوبة بلغة هل يروح يخرج نفسه من الكاس وراجل عنده فرصة يلعب في دور المتلينة الثلاثين وعايز يسعد دور السبتاشر عايز يوري المجتمع المصري والقرى المصرية اللي فرق من الدرجة الثانية بتلعب فريق دي الأهلي أو الزمالك أو بيرامد أو بيوتشار أو التنعيلي أو أطبر يعني طبعا الناس زبقى عشان تظهر ما عندها من مهارات أو من لعيمين من لعيمة عاجة توقع أو تعرض اسمها إنها فرقة كويسة أو بتتسوق لبلدها طبعا دايما المشابة كاس ماسر في المنطقة دي ظالمة لفرق الدرجة الثانية لأنها بتيجي بدون بتضغط سبع مباريات المتبقية في الدوري كلها كاس ومعرفش يعني هعدل الجدول تاني زي هو هتديني السبع ايام فرق من مطش ومطش عشان حافظها على نفسها فأعتقد إن الأمور عايزة تتحسب تمام وتسمح لنا بالسبعة ايام بغض النظر كان كاس على دوري تمام وصلت أشكرك شكرا جزينا باش مهندس وكل سنة حضارك طيب وبالتوفيق إن شاء الله أو سوال حاجة أنا بضيف بس على الأمور باش مهندس إنه لازم يكون فيه انصاف في حتة دوري 32 لكاس مصر أنا ملعبش ست سبع مطشاط عشان أوصل دوري 32 لكاس مصر ومعايش إمكانيات وأروح كمان ألاعب الفريق اللي هيلعبني في الدوري الممتازة على أرضه لازم يكون فيه قرعة في كل دول العالم بيحصل ده يا دكتور شكرا باش مهندس الكابتن والحبيب بقى بعيد الرسالة اللي قال على باش مهندس خدر عرضهال يا جماعة بعد إذنك على الشاشة وصلت يا سيد باسيوني يريدتو عرضهال يطيل بعد إذنك الكابتن والحبيب كده اللي أنا عنده حق أهي أبوس أهي الأول أهيت لأن اللي طبعا ده إشعات تبا أقولها بس الأول بعد إذنك وارجع لحضرات تاني المنشور اللي نزل النهاردة الاتحاد الكرة ما عرفش عنه حاجة رسميا اتحاد الكرة يعلن شريط القيد للموسم الجديد قرر الاتحاد المصري فتح باب القيد الأول الموسم المقبل يوم واحد يقول له الحالة حتى في ساعة سبتمبر المقبل عن تنتهي قوائم الإضافة لقسم الأول في عشرين سبتمبر وقسم الثاني وعشرين وثلاثة أربعة وعشرين سبتمبر وقسم الرابعة تسعة وعشرين سبتمبر فيما يمتد قيد الناشين والصلاة والنسية حتى سبعة أكتبار المقبل بالإضافة لأسبوع الأول من كل شهر كما تكرر أن تكون فترة التسجيل الثانية في الفترة من 1 يناير حتى 31 من الشهر نفسه وبالنسبة للقايم لأن ده الموسم الجديد قرر الاتحاد المصري سماح لكل ناد بقية 35 لعب بالإضافة لخمس لعبين من موليد 99 وبعدها من لعبين السعادين بالنادي نما تحدد عدد لعبين الأجانب بخمسة لعبين من ضمن المقادم بالنسبة لقسم الأول ولعبين اثنين لقسم الثاني ولعب واحد قسم الثالث على أنه يعتبر لعب الفلسطيني ضمن اللاعبين الأجانب ولا يسمع فيه شراء جير اللاعب المصري في مركز حدث المرأة كما حدد الاتحاد المصري كرة القدم وسبقات المراحل السنية الموليد 1 2001 يعني 2001 عام المسابعة 23 سنة وقوله ناشئ يا رجل حرم عليه ده يبقى يعني اللاعبين بقى يعني اللي كانت أو 2001 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 على النسبة 35 لعب كل مرحلة وبالنسبة لبراعم 2010 و 11 و 12 و 13 على نتمنى تسجيل 50 لعب كل مرحلة السنية الكلام ده ارجعوا لي الكلام ده غير صحيح بالمرة بالمرة ده زي ما قال باش مواندس خد بنرمي الكلمة والإشعى وتبقى منها قصة مش حاجة من ده حصل خالص توصلت أستاذ جمال علام قلتم كمانا ما معرفش توصلت مع الحاجة عامل حسين المسؤول لقيته نفسي بقول من اللي مهزل الحقيقة دي اللي مسطر الكلام يعني صيجه بطريقة تشكك في حاجات تمشي وحاجات مستحيل تتمشي أنا روخها لقيت يعني ناس كتيرها بتسألوا بتاع فالكلام ده جماعة غير مظبوط بالمرة المراحلة السنية بتاعت الناشين غير مظبوطة بالمرة أصلا ما يقعد لك واحد زي الكابتن هو الحبيب الكابتن هو حبيدا نمساميه دي بالقسم التاني يقعد كده كابتن هو أحمد نبيل في الأبوير اتنين ما فيش حاجة تفلت منهم فأعدل لك أخذ بالك فبقول لهم لقى الكلام ده وش مظبوط هل فيقول لك طيب دكتور خالد عفيفي رئيس نادي القناة خالي استقضير لحد أقول ضيفك الكرام حلقة رأي وموازك العادة رجاء تقارن بتنوى الموضوع أهمية الحيادية في التحكيم خلال المباريات القادمة وتعين حكام دوليين ذو خبرات حتى يستطيع كل نادي الحصول على حق وعدم ضياع مجود العام كله السبب أقطاع تحكيمية خلص الشكر اتفق معاه تماما وكابتن محمد حليم عمل فرقة كويسة جدا بس هو عنده خسارة كبيرة حصلت لأامل اللي فاتت بعد ما جاهز حسان بولو خلاص هيعمل عملية جرحية وحيغيب شه يعني ممكن يجيب لآخر الموسم وده كان أحد أهم الأوراق عنده بالنسبة للتهجيب بصد دكتور حتى دوري المظارين منازل يا جماعة شيروا المواقع خلوا فيه ثقة لازم قاية تحرّل دقة موقع دوري المظارين وده من المواقع الكبيرة فأرجوكو بلاش الحاجات طبعا أستاذ أعلام أن طبعا وصدتنا فرج الرئيس طبعا البحيرة كل عام وحضراتكم بخير بمسع كابتن بولين وعلى أستاذ أحمد ومنازل بعت لنا المنشور قلنا خلاص ذا المنشور ده غير صحيح بي المرجر السالم كابتن جلال طبعا من دمياط بمسع عليكم نتمنى الدوري المحترفين تطبق لمساعة كرة المصرية وكل سنو أنتم طيبين وبخير فاضي أتفق طبعا مع خالب بي بس ناد القناة اللي فات خلاص أخطاء التحكمية كله تحملها سواء ليك أو عليك الفترة اللي جاية لا تحتمل أي أخطاء وأنا يعني لو كان فيه إمكانية أن يبقى فيه فار عشان ما يبقاش فيه ظلم كان ممكن لكن اللي ممكن اتحاد الكرة يعمله أن احنا ننتقل حكام الفترة اللي جاية عشان ده تعب موسم كامل وموسم صعب جدا ومجموعة القاهرة بالذات يعني مجموعة صعبة جدا ويقال فيها كلام كتير دكتور فأنا أتفق معا دكتور محمد يوسف طبعا وكل وزير تصحب بن سويب يمس عليك ويقول صديقي العزيز معا للوزير لا معا للوزير واحد وبعدين بيشجع الأهل أي بجنوب لا معا للدكتور محمد يعني شخصات الجميلة المحترمة يعني اللي تحظى ب يعني باحترام الجميع بصراح تحياتي باحترام الجميع بصراح ربنا أخليك يا دكتور طيب الفضل يا دكتور عايز أتكلف في حتة مهمة بالنسبة لل للصراح في الدوري يعني عندك كابتن إيه لغد دلوقتي السبعين مدرب اتغيرهم عشان بس ندخل لحتة أنا عايز أنا وانت السبعين مدرب دولة الناس بفكرها بعد مرور 23 جولة دول عازد كبير لا مش عازد كبير 34 نادي غيرهم و14 نادي احتفظهم معظم لو انت بصيت في المجموعات يا كابتن الخمس فرعي الأوال هتلاقي 4 منهم احتفظوا بالمدربين لفينا الجونة بترقى سيوت النص التعديم طبعا غير حسن عبد المنقم مصر مقصة طرح حجاج أنا مجموعة القاهرة يعني الأندية اللي احتفظ معظمها بالمدربين هي اللي عندها استقرار ولا بتنافع القاهرة زد السك الحديد طبعا غير أول موسيب كان ركبته محمد صلاح والاتنين مدربين ما حدش يختلف عليهم ودي دجلة زي ما هو القناة محمد حليم بتروجيت السيد عيه هو اللي غير تمام كده لديها الاتصالات الاتصالات ايوه بس انا هنكلم في الخامسة الأوال دولة أربعة منهم مغيروش وفرقة غيرت تعال روح لمجموعة البحري البحري طنطا ما غيرتش عمر أنور جمهورية شبين أعزام شعبان ما غيرش بلدة المحلة مد عبد الله أبو إير ما غيرش دي كرنس بس الغير أبو إير عيمن المزين ما غيرش عشان كده أربح فرق أو خمسة يا كابتن بنفسه على الصعود دول سبعين مدير فني تعال بقى نروح لإيه سبعين مدير فني يا كابتن لنزل لك عدد كتير كبير لعمش كبير السنة الجاية السنة اللي فاتت في نفس التوقيت يا كابتن في الجولة تلاتة وعشرين كان مية واثناشر مدير فني الموسم اللي قابلي اللي هو موسم عالفين وتاشر تلاتاشر كان مدير فني يا كابتن برئين مية سبعة وستين مدير فني اتغيرهم أنا أنا بس كواسي هو الإنسال في الحتات حتت بقع عود المدربين أنا بلو مع الباش مهندس خضر إبراهيم فإنه تهاون أو مش تهاون عايز أقول إنه سامح لحسام أو إنه يمشي أنا عايز أقول إنه هو الباش مهندس صديق صديق المدير الفني فلما طلب منه حسام بكل بساطة قال له ماشي أنا مش هقف ضد رغباتك ودي كانت كانت يعني معلش ضد نادي دي كيرنس وحسام نفسه وضد حسام نفسه وأنا نصحت حسام وقلت له حسام الخطوة دي ربما تندم عليها وممكن تكون الخطوة ده دكتور اللي أخرت دي كيرنس لأن دي كيرنس هي فعلا كان ناشي كان ناشي بشكل كويس جدا جدا وكانت خطوة يعني ما كنتش أتمنى أبدا إن الباش مهندس يفرط في حسام حتى أخويا بس هو هو معزول ليه بقى ولو أنت وما كان منه كابتن هو حسام كبر في دي كيرنس بص هو طرق عمره كبير بص بس المهندس لمع لمع آه سندو وعمل شغل باسم كبير بص أنا أمشي أمشي وأنا أول أيوة بس ما يجي له نادي كبير يا كابتن لا 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 زي الإنتاج لا 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 معنشي بعض المداربين عايز غير مع احترام عتب خلاص أنا قدامي على عتاب الدور الممتاز تمام إنتاج الحرب مع احترام الاسم وطريقه بنافس على هبوط لحد النهار بس في أول موسم طب سواني سواني بس أنا أتكلم كباش مهندس خضر دي مصلحة نادي خدنس هو كان يتمنى أنه استنى طبعا طبعا هو الكابتن حسام ضغط عليه أنا بحي بحي برضو لباش مهندس لكن كان يجب أنه يقعد معاه واتكلم معاه من وجهة نظرك من وجهة نظرك إيه الأمر السلبي في الموضوع لهو عقود المدربين إحنا عايزين لأن ده مطلب لنا وللأندي عايزين نحدي من الظاهرة دي لأن الظاهرة دي كمان يعني شكلنا وحش قوي يعني فلان يسيب النادي ده بكرة يبقى متعقد هنا ما يحبيرمش التعاقد بتاعه أنا بطلب من حضرتك بما إنك مسؤول عمل عقود رسمية تخرج من اتحاد الكرة ما اشترطش فيها القيمة المادية خالص التفاق المادي ده زي زي اللعيب تشبه عقود اللعيبة من كذا نسخة يتفق عليها المدرب والنادي ويكون فيه منها نسخة في المنطقة ونسخة مع اللعيب ونسخة مع المدرب ونسخة في اتحاد الكرة وأي خلاف وأي خلاف يطرق يبقى اتحاد الكرة المسؤول عنه وهو المنط به يحل المشكلة رقم اتنين حتة الضريبة اللي احنا نتفاهم الدولة تبقى شركة كل حاجة تبقى يعني بين النادي وبين اللعيب انا يعني بدل ما نفرض شروع والمدرب ده ما يشتغلش في النادي ده سوى اتا يا دكتور عشان برضا الناس عايز تقرب برضا الناس كلها قلقانة حتة وكله بتكلم على حتة تغيير المدربين حتى انا على الفيسبوك عندي كذا واحد بقيت لتسالة اتكلموا في تغيير المدربين لا خلاص يا جماعة واللي بتبعد رسائل او بتسأل برا او في المجال كله بعد في بداية الدوري بدأ من الجولة 24 في الممتاز به مفيش مدرب حيشتغل عدك يا جماعة اللي هو موثق عقده بينه وبين الاتحاد اللي ما عملش عقد خلاص حيلكم برا مش هيشتغل عشان الناس برا تبدأ ايه اللي بقولك الاتحاد ما بيخدش خطو ايجابية لا خده خلاص الدكتور هبا يوضح لك ايه العقد تفاصيل العقد ايه وضح بالزبط وضح هذا لكن بس رسالة جات لي من شبين ورضى عشان ندوم حقهم قالوا لي المكافأة في شبين 1700 فوز بالداخل 1900 فوز بالخارج ورئيس النادي ونائبه النائب احمد الخشن وعيمان بيخطاب وعده بمليون جنيه مكافأة خاصة اجادة في حالة شعود الممتاز ده مين اللي بقيت الرسالة يعني هو البلازك رئيس واحد من الصحفين الكبار اللي انا اصقفهم جدا جدا يعني طيب تمام احنا ده نادية اه يساعدنا يا رب يساعدنا طبعا اه اكيد هنرجع تاني لحتة المدار يعني ينفع انا ابقى متعاقد على عقد مدرب كرة خدم ويتكتب في العقد اذا حدث خلاف او نشأ خلاف بين الطرفين تكون محكامة كذا هي ال ينفع 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 محكامة اهليها اللي تخص في الرياضة ينفع طيب ينفع والله العظيم بيتكتب لا معدش ما هو ده جاهلي باللوايح انا بس هاختصرها اه يا دكتور هاختصرها هاختصلك عشان الناس لمتنا كتير احنا مع عبدالية الموسم قلنا يا كابتن معنين وكابتن احمد اعمل تعاقد ما بين المدير الفني وما بين النادي تمام عشان اضمن حق المدير الفني في حالة ان النادي يخلي بي بقوله مع السلامة بدون نوجه حق او ان انا اضمن حق النادي في حالة ان المدرب سلام عليك وانا ماشي وعلى الكام تمام كان عندنا مثال الموسم الماضي في الاوليمبي لما كان كابتن احمد ساري على القمة ومشي تمام ومشي 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 وكابتن عبدالناصر في المنتاني ماتش وكابتن سيد عيد ومشي تمام اه قلش فيقولنا يا جماعة اعمل عقل اعمل عقل بحيث المدير الفني اللي يجي يقول للنادي سلام عليكم انا ماشي دون وجه حق تمام طيب النادي لو قال المدير الفني مع السلامة حاجة من اثنين لها تدينه الشرط الجزائي الموجود في التعاقد او يقبط مرتبه الشهر اللي حين التعاقد مع النادي تاني طيب تمام زي الفور يبانا الموضوع في بقى التوصيق بيتم 20% 17% الضرائب المستحقة للدولة و3% الاتحاد المصري طيب يعني انه مدرب يا دكتور اما يجي بقى اما يجي مثلا مش هنقول مثلا هتدفع المبلغ مرة واحد ممكن الاتحاد المصري ايوه يعمله اه جزيات ويشير المدرب الجزء يا دكتور ده ما انطلق حق كنادي لا وضحها برضا يا دكتور انت بتكلم في الجزائي ده سنة توضحها انت بتكلم على ان المدرب لو هو هياخد في الشهر مئة الف يا كابتن انت بالطلبه هيقعد ستة شهر عمل عاد ستة شهر ها هيتفع يبقى ستمائة الف عشرين في المية يبقى مئة وعشرين الف درائب تمام دول حيسدده الاتحاد لو هو معهش المية وعشرين يبقى انت بتقول ممكن يتجزقهم على طلق مرة مناسبة اه وبيبقى مناسبة الكابتن اول اين بقى بيطالب بيبقى وده اللي انا معاه ايه هو في جزء بضمن بيقى حق المدرب وجزء بضمن بيقى حق الناد فلا بيتحملوا الناد وده مش هيحصل الا رغم ايوه ام في الجميع بس بص بقى جينا بقى احنا اللقين الله ينور عليك لان احنا لقينا لما المدربين جينا يالله يا جماعة نعمل بلقاناش العقود موسق فش حاجة تمسيك فيه با ما تقعدش على صف زي ما انت قلت بقى رغم ام في الجميع زي ما انت قلت من الضوء من الضوء من الضوء ومأكد جينا بصفته في المسابقات تمام ان حنيجي من الجولة اللي جاية اي مدير ماينفعش بقى تكتب في الاسكور اللي انت مثلا ايه لا سواني ودي لازم يتحطلها بان انا مدير فني ايبقى انا موسق في اتحاد الكورة مدير فني انا مدلك ايبقى انا مدلك ايبقى اتكش في الاسكور مدلك عشان تقل ايوه بس خلاص لان انا بدملك حقك كمدير فني وبرضو حاجة تانية يا دكتور عشان المدربين يعني ما ياخدوش الامر صعب عليهم لأ الدكتور رهابا جماعة قال ان التوسيق العقد ممكن ياخد ربعة عشرين ساعة يعني مش بعيد عليك نمر اتنين يا دكتور بقى وده المهم انك انت بتحمل النادي جزء ليه دي يا كابتن ابو العلم بتخلي النادي يراجع مرة قبل ما يجيب مدارب قبل مدارب تنين حاجة التانية بقى يا دكتور وده بتمنى لا الاول قبل ما تمشي بتمنى انك كنت تعملوه ايوه احصل دي اهم حنقط عند اهم من كل انت بتقوله ايه هي بيبقى عندنا بعض المداربين مش عزين لوسكوا يا كابتن اللي بيبقى عنده اصابات ما بيشتغلش اللي بقى عنده حاجة صحية ما بيضارش ياريت تزود او تطلع بند من ده بدل ما هو عشرين في المية خليتنين وعشرين واعمل بند خاص لعلاج المداربين ازمات المداربين انا احنا بقول عشرين احنا بحاجات كتير اوي انا باقترح باقترح لينا احنا كمدربين نعمل جمعية او اي حاجة للمدربين المحترفين باشتراك شهري ايوه يعني مش عشان احنا موجودين جوا الاتحاد انت لو تعرف الكام اللي بتصرف شهريا لقدام الرياضيين عارف مش عقول دحقهم المروض بتاع ده ان ده نجم وفنى عمره مش هتصدق الرجل ليه محمود التوني الحاكم بتاع شامل سيناء مصطفى عايش عالي صرفوله مصطفى عايش عالي صرفوله مصطفى عالي شفاء لو عاملين جمعية للمدربين ويساهم للتحاد بنسبة فيها اللي بلق يا دكتور يا كابتن عبليين والله العظيم لو انتو عملت لزا كابتن مبغول شهريا ما حدش حيدفع انت تلزمه في العقد ما هو من نقمن ضمن عقد في العقد عارف من ضمن التعاقد ده هتلزمه النواة هتلزمه وادفع ايو اللي هيدفع لا كابتن بس رس زهر نقابة المهن عليها كاما دكتور قولي كده النسبة كام؟ واحد ونص واحد ونص في المية وثلاثة في المية اتحاد الكرة وسبعتاشر في المية ضرائب ها وهرجع تاني ايوه وهرجع تاني الاربعتاشر ونص الضريبة اللي هي بتاعت الدولة ليه يا كابتن ما انتو مجدش على اتنين في المية لما تضفهم على اشرين اتنو وعشرين النادي حيدفع وانتو نص تبقى اجباري فما صلحتك انت ايوه اه ما هيك النقابة بقى النقابة مش هتعمل يا كابتن يا كابتن يا كابتن ما يعملش ديت الى القبل الشرع لللعبة تعاد الكرة يتولى ديت ويعملها اتنين وعشرين في المية يا دكتور مش وتعمله زي ما قلنا قبل كده بص يا بص يا بص يا دكتور طالما كابتن ابو العينين يا دكتور واللعيبة ارجوك يا دكتور خلي تعاد الكرة اعملها خد جزء من عقد اللعيب بحيس انك انت تعمل ادارة طبية يعالج الاف اللعيبة والله يعني انا بشكر الدكتور دكتور محمد ابو العلا طبيب المنتخب حاجة محمد ابو الوفا بصراحة كلمة عمل مبادرة اللعيب اللي مش قادر بنحوله دكتور ابو العلا وانا حولت له كان عمره مقلع دكتور والله عمره مقلع اولا انتو شكسين انتو بص الناس ديت على عينه عرصنا بس حاجة منظمة انا نرشب حاجة منظمة ايوة منظمة حاجة عامل حسين بعيتلي بقول انفي الكلام الخاص بالخبر اللي نازل نفينا الحاجة عامل نفينا طبعا الحاجة عامل هو مسؤول مسابقات والراجل يعني اي حاجة من دي اللي بيحدد ولي بيعمل بيزدع بس ايوة حاجة عامل بس اتكلم لس ايوة بيسألك دور محترفين هيطبق ايوة ايوة اعرز لما تلاقي واحد زي الحاجة عامل هو من زمان مش لوقتي في المنظومة انت بتطمئن دا مش ايوة 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 المجموعة كلها اول مرة حس انها قريبة ايوة ايوة بس الحاجة عامل تحديدا الحاجة عامل تحديدا طول عمره بيشتغل تطمئنه راجل هو حط ايوة حوضى حاجة بس فيما يخص تاني بقول مرة تانية اه في شبين المكافئة فوز في الداخل 1700 1900 فوز بالخارج مليون جنيه لما تكلموا جامعة هنا هم اشادوا بادارة شبين اللي هي في ظل الامكانيات اللي على اخرها طبعا دا نجاح ليهم ونجاح سواء كان في شبين او فطنطة فهما الكلام كان مؤيد لمجلس الدارة عشان بس محدش ايفها من الكلام بالله طبعا عندنا نائب احمد الخشن ايمن خطاب ايضا حاجة حمود الخياط وكل المجموعة دولة اصدقائنا وعملين مجود طبعا 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 وزي الستاذ محمد ابو فريخة وزي شمس وزي صدقي وزي العواني وزي المجموعة وسويلم والمجموعة كلها اللي موجودة في نادة تانطة فيا جماعة احنا معاهم قلبا وقالبا مع جبين ومع تانطة ومع تكنس ومع البلدية مصطفى طبعا الشامي ومع العميد باسيوني في المنصورة دي الاندية الجميلة ايمن السمودة في ابوهيل متحد سمودة متحد سمودة طبعا اخونا العزيز لا الناس عاملة شغل على اعلى وحمد حامد في بروكسي هو الحاجة خليل طيب انا بس برضو عندي بعد الرسالة ساز مشار راجب ريز رئيس نادي شبان انا بحييك وقول هو معاك في موضوع قرعة الكاس انه برضو حيلعب في الكاس ومشارك في اصلاحنا دي مش بدعة انا معاك انا وصلت دول 32 انت عارفوا الاقي بكم مطشاة انت عارفوا اكتر من 3-4 مطشاة انا كمان اسافر من انا الحاجة عامل متابع معانا ومعانا اول باول حاجة عامل انا التليفون فصل وفيني الاصارة بقى يعني لما مثلا شبان انا ده يجيلوا قرعته مع الاهلي والاهلي ده يسافر يلحب في الاسواق استاد اصوان مثلا مع شبان انا في استاد انا في استاد انا مثلا طيب كابتل محمد الغربلي بمسى عليكم نشكركم جميعا على هذا التواجد طيب بس شباني تكون برضا عشان الناس تبع عارفة جمهور شباني الكابتل عصامي شعبان كذا مرة قالت في بداية الموسم كانت المكافئة الف انا انا لها اعتراض على المكافئة زادت بقى اه هي زادت معهم على الادوار اللي جاي لا اي قصة مش عندي كده وخلي بالك اتنين مداربين هما اللي دايما تتكلموا في حيط الناد نادر السيد والكابتل عصامي شعبان انا ما نتكلمش على الف جنيه عشرة بس المهم في المعد الم... خلاص المجل يتم السرط بصه الساحمد مجلس ادارة جمهورية شبين انا اشتغلت معاه مجلس ادارة على اعلى مستوى لا لا هم نتصن بلاه على اعلى مستوى زهير اللي بتحرك السخر جمهورية اللي بتحرك جمهورية شبين كانت الشرارة للتحاد الكرة نفسه انه يسيب الجمهور يدخل المطب دي الجمهورية بقى لا كما تشوف تفوس في الدقاء كان في الدقاءة 95 سبب مين؟ سبب مين؟ الجمهورية اللي وراهة انا بقولك شبين الماء عبيب عمليان طنطة جوه وبره ما بيسموهمش المنصورة البلدية دا عندك اللو محمد عالصديق الجالي الاخوية الحبيب اللو محمد عمار مدير امن الغربية يعني راح طنطة كانت مكسب لطنطة جمهور بيخشوا ويطلع في امام حاجة جميلة حاجة جميلة مفيش مشاكل في القسم التاني في الجمهور حاجة لذيذة بص دا الجمهور بقى العشق لتكورة واضح ان كلامنا اتفهم برضو بطريقة بالعكس انا بنتكلم في تشجيع الفرق الجماهيرية في انت كمل جميلة يعني انت خلاص انت حطيت خطوة يعني معلش لو مفيش ادفع من جيبك دلوقتي مفيش مشكلة طيب في المجموعة التانية اعاوزك تقول لي المنافسة جديدة زد كل اسبوع تلادي تطلع ونازل القناة بعدما كان يعني متربع على القمة الاسابيع عديدة تنازل عنها وزد شوية والسكة الحديد شوية مع امير ويرجع مرة تانية ومجد عبدالعاطي بلدياتك وقريبك طبعا 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 وامير عزمي عامد شوية وامير مصادف عزيز وقناة كابتن حليم بالصراحة على فكرة انا سعيد جدا بالمنافسة دي يعني مجدي جيلي امير عزمي جيلي كابتن سيد عيدو عبدالوجيت رجع الدنيا كابتن سيد عيدو وحليم الحمد لله يعني زد مجد عبدالعاطي ومشهور ولسه منتخب يسوس في اللعبة النادي الجماهير والترسانة برضو في اللعبة لا كابتن ساري وكابتن جمعة مصرورة عايز اقول انه المجموعة دي فعلا مجموعة المليونيرات ده حقيقي وبعدين الكورة فيها كمان لا كورة حلوة انا يعني ما اشتغلت في المجموعة رغم ضعف الامكانات في العالميين الا انه لا لما يعني حتى الاستادات حتى اللبس تحس ان انت شغال في مجموعة دوري ممتاز تبتكلم في المركز لأبدالخير للنصر بتاريخه من الشفاء طبعا 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 اه 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 استر اللي نازل باسمه وشركة كبيرة طبعا طبعا بتتكلم يعني لا الانتاج الحرب لأ الانتاج الحرب فين كورته اللي كان بينافس على كورته اللي بينافس على صعود وهو اشرف توفيق الترسانة فين المنتخب السويس فين لا مجموعة الحقيقة احمد العجوز في الكهرباء والعجوز ده سامر عبدالله لا 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 عبدالله ساعب الوطن لا وسامر ياسر راشد برضو ان شاء الله يا مع العلمين دكتور عطاء السيد دكتور عطاء السيد دكتور عطاء السيد من افضل لا مجموعة صعبة جدا 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 واللي فعلا يعني لفت نظري هي خطوات بتروجيت اللي كابتن سيد برضو رغم ان احنا برضو يعني انتقدناه في حتة ان هو الانتاجه لكن هو برضو مدرب مدرب كبير وعارف ومتمرس في السعود تقيل يا جماعة تقيل يعرف جاب بتروجيت من هنا يا كابتن انت عارف اللي فرق معه عارف ان بتروجيت دي كان كانت ممكن تبقى المرشح الاول للصعود لو كسب تكوينها كانت كويس جدا من هيسر بصراحة كسبه في اخر لحظة رغم انه كان الافضل في المباراة يعني النهاردة لو كسب كان واحد واربعين بونت وكان مستلم الكابتن سيد الفرقة في الترتيب هي ممكنش ماشي مع هيسر كابتن قبل الاخير النهاردة بيوصل به يعمل الفرق ثمانية بونت بينه وبين المركز الاول ولسه سبع مطشاط فده انا بعتبر انه عمل موجز نادي الترسانة نادي كبير ما معرفش يعني هو ليه كده بس حسين شكري مدرد انا يعني حيادر يعمل حاجة طبعا طبعا حسين شكري هو وجيه وراء وخالد عيد واحد من أطبر المدربيين متخصص صور وعمل فرقة كويسة جدا برضو ودور المنتز لا خالد عيد من المدربيين بس كابتن خالد بصراحة انا عمل فرقة يعني مش عادي فليك تنسانة حظوصها دايما افتل يا كابتن في حاجة مش اه طيب من نقل فرقة مع بعض المبارات اللي شوفها دي جاي في بحري الهلال حيقابل الولمبيا تمام الهلال اه هلال الدبعة مع الولمبيا والهلال بصراحة يعني كان الله فعون المجموعة كلهم وعفكرة فرقة كويسة جدا لا كويسة جدا اه 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 المصير بتسلوم مع المنصورة اه تنطه مع كفر الشيخ الأربع الاربع دي كيرنس مع سبورتن المجدة مع بايونيرتز نبرو مع غورل الأسمدة جمهورية شبين مع الحمام بروكسي Getting بلدية المحلة هلال الدبعة اهم و الولمبيا ماذا لا تشعبا جدا غريبا اه هلال الضبع برضو ماشي بخطة كويسة آخر بثلاث ماتشاط وهم قديهم بشكل كويس تعادل مع طانطا في طانطا وتقريبا كسب كسب مين يا ربي كان خسر من كفر الشيخ وكسب قبلها وماشي بشكل كويس الأولومبي برضو في موقف اللي أحسد عليه يعني صارف كتير وعمل المفروض فرقة للمنافسة يعني تخال الأولومبي كان معجل للصعود وكان ماشي بشكل كويس جدا أول ماتشين كسب أبوهر أربعة واحد وطلع الكسب الحمام في الحمام ماتش صعب جدا لكن النتائج مساعدتش الكابتر الرمضان بينفس النهاردة على يدوب الدخول في الخمسة التواجد في الخمسة وكمان موقف ضعيفة ماتش صعب جدا على الأولومبي لأن الهيال كمان بيحاول يحسن الأداء بتاعه مصر بالسلوم والمنصورة طبعا احنا عارفين أن قصة مصر السلوم أن النادي إنبي ناشئين وكده لكن يعني الموضوع معمول عشان أطلع يعني أسفاد ب2-3 ناشئين مش علشان لكن أنا عشان حافظ على النادي اللي أنا واخده كمان والمركز اللي المفروضة بقى فيه كان لازم أدعم بلعبة كبار كان لازم أدعم بلعبة كبار زي ما سيراميكا كليفاترا مع دايروت في الصعيب أعمل مع دايروت أدعم أجبها زي ضياء وزي الخبرات بالضبط كبه يمكن النافع ديروت هي يناير لأنه ضف خمس ستة نقابة كويسين والنتائج ماشاء الله مع علاء ماشية بشكل كويس المنصورة بدأ كويس جدا وبشكل كويس جدا مع ساري النتائج تراجعت بشكل مرحوظ وياسر كناني اسم كبير وياسر كناني طبعا اتعرض عليها اندية في الفترة دي ومرضيش يتخلى عننا دي طنطة طبعا وكفر الشيخ امكانيات مادية ضعافة جدا واندية جمهورية من حي طبعا هنا نادي طنطة ولو لو المشاكل برضو في كفر الشيخ كان ممكن يبقى ليهم شأن في جدول الدولي طنطة في حالة فزها بالمباراة دي اتقربوا كتير دي كيرنس برضو مع البشمهندس ازاي ما اتفقنا وتكلمنا كتير عن دي كيرنس وعلى مشكلة حسام عبدالعال نادي سبورتنج مع احمد فاروق بصراحة انا بحيي بإمكانيات وليلة جبنة بس بورتنج مينفعشه يقول لي حي ترجبنوا لا كروه صف لا عندهمش حاج عامل حاج عامل بس يعني بقول لي احمد بقائل انا بحيي وحاج عامل بصراحة بيتعباك حاج عامل بقيضو اللاولا نظام الهبوطто السؤال السناء دي النادي سبورتنج كان قعد برضو في الدورة انا معا coher مجد برضو مع بايونيرز علامات استفهام كتير جدا ندل ما اجد انها بشكل كويس الموسم الماضي الموسم اللي فات لكن سنري برضو خيانة عدد من المدربين بالصراح والامكانات المادية خلينا متفقين نادي بايونيرز علامة استفهام طبعا فرقة تعاملات اعداد كويس وتكونت كويس لكن سوق النتائج واضح نبروه بحيهم برضو أبو إيرلس ميدا بحقي كابتل أمل مزين وبحقي الإدارة بس انت عندك ثلاث مانشات بروكسي بلدية المحلة جمولة الشمين ونبروه بويرل واتكنس بورتون وطرد دول تلاث ماتشات يحددوا شكل المجموع اللي حديث عاملت ازاي وخصوصا ماتش بروكسي بلدية المحلة بروكسي فرقة تيلة اوي بلدية المحلة فرقة تيلة اوي جدا واسرارهم برضو على أحمد عبدالروف ده شيء جميل جدا اللي يبقى المدرب ده يا دكتب احنا لو بصينا للمجموعة هتلاقي الماشي بشكل كويس هو المستقر على المدرب المدرب بتاعه طيب سيد احمد المجموعة اللي بعد كده هتبعي هم خميس اسمانطة اسود هتقابل مع المينيا تلفونات بنسوف مع المدام الناورة نص التعديم مع مصر المعاصر شبان اينا مع ديروت مركز شباب طامية مع كيمة اسوان ملاوي مع لفينة والجونة مع بيترول اسود والفيوم مع الالومونيوم طبعا كيمة مساكة كابتن عيد مرازي عيد مرازي والفيوم مع الالومونيوم الجونة وبترول اسود برضو دي مباراة القمة هذا الاسبوع في هذه المجموعة لان عندنا الجونة خمسين نقطة وبترول اسود سبعة واربعين نقطة الفايز فيها بستة نقطة لانه خلص الفريتين خلص الفريتين لتنين وعنده مين المتشرة عنده ملاوي وملاوي في ملاوي في ملاوي ملاوي في تمامتاشر ملاوي ملاوي ماتشوب في لفينة بعتبر اسهل بكتير المجموعة دي دكتور يا كابتن فيها ماتشين مهمين جدا هحدده برضو شكل مجموعة دي نص التعديل المقصة والجونة مع بطرق السود ملاوي مع لفينة يعني لفينة برضو في فوري كتير مادية وبشرية ملعب وحش لكن الملعب وحش الملعب هو ملعب ملاوي زي ملعب حمام كده في ملعب ملعب أبوئر القديم في ملعب كده زي ما قوله كمين كمين بس في حاجة كنت بكلم كابتن وقل فيها قال لي لا احنا عندنا لعقيبة للملعب الوحشة ولعقيبة بص بقى ما يكون معاك مدير كورة ما يكون معاك مدير كورة طبعا طبعا لإن واحد حالي الإدارة مهمة جدا واحد مركزين ما جبنا لعب من القناطر مخصوص عشان الملعب دي ما بلعبش إلا المطشاط دي كرة طويلة كرة طويلة كرة تزحلة كرة تانية الكلام دا كل دكتور قبل ما نروحوا بقى للمجموعة باتكمل المجموعة التالتة في حاجة مهمة جدا عشان الناس تبقى عارفة لغد دلوقتي بعد نهاية طبعا الجولة الثلاثة وعشرين في بعض الناشئين بأوراق رباحة مع الفرقة بتاعهم يعني هم حسموا الفرقة بتاعتهم ناشئين لسه طالعين لازم نلقى الدعالهم ليه هم دول فعلا يلعبوا ممتاز مستريح دول أبرز لعيبة احنا اخترناهم أنا والمجموعة معايا طبعا أسامة محمود والأستاذ مدحة السيد المجموعة بحال اخترنا محمود مقلد دا لعب جمهوريك شبين مهور الآفين محمد صابري لعب بروكسي دا دفندر محمد عاطف لعب تانطا هانت طامي لعب المنصورة وده الأهلي بدأ يشتغل عايزينه أحمد محارب لعب كفر الشيخ يوسف مبروك لعب الإعلاميين رشاد المتولي لعب بترجيت أحمد ربيع لعب السكر حديد محمد سيد لعب استر كامبني محمد مسعد لعب منتخب السويس عبدالله كامل لعب أسمنت أسيوت يوسف مظهر لعب مصر المقاصة مهوري الآفين وده مواجم حمد فاروق لعب مصر المقاصة عبدالله شرقية لعب كيم أسوان ويوسف شعبان ده لعب الألمونيوم وده متخصص في تزديد ضربات ترجيح طيب بس هرجع مرة تانية للسؤال اللي كان قاله الكابتن أحمد منصفة بالنسبة لأبناء الأقالين من المدربين في المنتخبات عشان برضو نقول إن الناس بتتساءل دلوقتي طلع بعض الكلام النهاردة قالك إن بيع المنتخبات بنصف مليار جنيه تمام؟ كلام ده تقال النهاردة فأنا برضو عاوز أوضح الصورة هل ما أنا أسف السؤال ده منطقي؟ غير منطقة بالمرة بس يا فاني وزارة شباب رياضة ممثلة في الدولة عاوزة تدعم قطاعات الناشئين بإن أنت تعرف تصرف على وبعندك أرحاية فعملت صندوق تمام؟ السندوق ده في بعض رجال الأعمال حيكون موجودين فيه بقيمة نصف مليار جنيه تمام؟ أنا باجي للوزير والله أنا محتاج دعم للمنتخب ده معسكرته كسر تفضل الورق وبالقلب لكن اختيار الأجهزة الفنية لكل المنتخبات المصرية والإشراف الكامل على الحق الأصيل للاتحاد المصر وقرة القدم وليس إلا جملة وحدة تمام؟ اختيار المدربين مفيش حد تم اختياره بعض الأسماء ممكن تبقى موجودة ممكن ما يكونش موجود اللي حيحصل الآتي هيتفتح الموقع بتاع الاتحاد المصر وقرة القدم عن اختيارات المدربين في المنتخبات اللي احنا عايزان يجي أنا أقدم كابتن أبو العنين يقدم سيفي بتاعي سيفي بتاعي وكل حاجة ما حتطلها درجات لعب الدولة لدرجات لعب المنتخب لعب المنتخب لخط درجات دورات اللي اخطتها الحاجات دي كلها بدرجات وبعد ما حيتم تصفية الأوراق دي كلها لك حق لكل أبناء الأقلين مغيره ومغيره يكونوا موجودين دي أول مرة بتحصل هايحصل بعد كده كمان مش دي المرحلة هيبقى فيه لجنة اللجنة يعني ممكن نبقى غالبا فيها مسر فيتوريا ومسر ميكالي الموديل الفن الأول لين برضو انت عاوز طرق اللعبة تتوافق مع المنتخب الأول المنتخب الأوليب من تحت وحيبها معها 2-3 من القوامات التدريبية الكبيرة وأصحاب الخبرة في مصر وكتل تلاقي كابتال حزن شحات دكتور طاء تلاقي كابتال فاروق تلاقي الناس الكبيرة اللي مجلل مع طبيب نفسي دكتور نفسي عشان برضو شخصية الضغط اللي ما يشوفك تحت ضغط وده كله في الآخر بشفافية عدى الكابتال نبو العنين عدى الكابتال مش عارف مين ده كله هنحط وتبقى دي النتيجة ده اللي هنطبق السناد عشان بس ايه الكلام الكتير اللي بيتقال لكن السندوق ده موجود تابع وزارة شباب والرياض حط فيه بقى اياب حط زيت حط عبيد ماناش جعوة احنا لنا احنا اللي هنختار اجهزتنا وفقا للمعايير اللي أنا قلت لكم عليها وفقا للمقابلات اللي أنا بقول لحضراتكم عليها ليس إلا شكرا لتوبة تكن لازم اللي احنا نوضح طيب عندنا برضو دورة الترق من القسم الثالث الى القسم الثاني وعندنا طبعا مكادي اول فرق ساعته ببارد طبعا ليه سيد احمد الصحيفي وهارضي لك لقوس سيد خالد سيف الاسلام للوسطى المشارك جمال عويس ومركز شباب مغاغة طبعا يعني انا عدمتوا بمسلم اكثر من رائع ويعني كنتوا مندقوا جدا ان شاء الله بالتوفيق في المرات القادمة عندنا طبعا دورات الترق عندي بعد كده في المجموعة اللي عندنا نجمة سينة حيكون مع المريخ والنجوم مع اتحاد الشرطة دول الاربع فرق اللي حيكونوا موجودين في المجموعة التانية نجمة سينة والسلع عن شمال سينة وجنوبها النجوم ومثل عن القاهرة عن الجيزة عفوا اتحاد الشرطة على القاهرة المريخ عن مجموعة الشرقية وبرسعيد او القناة دول الاربع فرق ده 2-5 ده 2-5 ده 2-5 دي جمت سينة حيقابل المريخ النجوم حيقابل اتحاد الشرطة في اول اسبوع المجموعة الثالثة انفاض المجموعتين بعد صعود مكانه حيصعد ثلاث فرق من الليلة دي كلها من المجموعة الثانية حيصعد فريق من المجموعة الثالثة حيصعد فريق والاولى صعد مكانه خلاص راسم اول فريق ضمن وجود ها ضمن وجود هيبع عندي راية مع ديلف يوم الثلاثة اثنين خمسة تمام راية ممثل لفريق البحيرة وكفر الشيخ دلف الأسكندرية ومطروح بالقاس ممثل ليه الدأهلية وضمياط وماليد كفر الزيات ممثل ليه الغربية والمنفية تمام بالقاس هيبقى مع ماليد كفر الزيات وراية هيكون مع دلف ده الأسبوع الأول يصعد الأول من المجموعة دي ويصعد الأول من المجموعة دي بجانب مكاربة دولة الثلاث فرق اللي صعدوا من القسم الثالث إلى دوري المحترفين أولا منافسة قوي أنا ببارك الأول للحاج أحمد الصحيفي والفريق مكادي حاج أحمد الصحيفي برضو من الخبرات والقامات في المجال وكان ليه باع كبير جدا مع نادي الجونة وصعود نادي الجونة وبقاء نادي الجونة سنوات كثيرة في الدور الممتاز وربنا عوضوا خير عن نادي الجونة بالنادي مكادي ودى له الفرحة أنه هو يعتبر مش يعتبر هو أصبح الأول فريق يصل لهذا الدوري وقبل فرق كتير تضمن البقاء في هذا الدوري فمبروك لمكادي والحاج أحمد الصحيفي وبحي مجلس إدارة قوس ونادي قوس والوسطى اللي كانت توش الساعدة عليها مزال جمال عويس عمل شغل كويس جدا ومركز شباب مغاغة بحييهم لأنهم بصراحة يعني التلات فرق بالنسبة المكادي بالنسبة الإمكانات المادية لا يعني أنا بقول بعيد الشباب مغاغة الحاجم من عد الملك المحترم في الترقي طبعا يعني بيصعد اللي هو قوي فعلا المجموعات الأخرى بتضم فرق كبيرة جدا يعني المجموعات التانية اللي هي فيها الشمس وفيها الشرطة والنجوم والمريخ والمريخ والممثل سيناء يعني النجوم دوري ممتاز طبعا الشرطة نفس القصة فمجموعة برضو صعبة جدا مجموعة المجموعة التالتة اللي بتضم ديلفي ديلفي برضو مجموعة صعبة جدا 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 لكن كان فيه زكاء كان فيه زكاء من اتحاد الكرة في وضع الليحة بتاعت صعود والهبوط بصراحة كان فيه زكاء كبير جدا جدا يعني عايز أقول أنه الناس يتلهت في حاجات كتير جدا جدا وفي النهاية احنا بنلعب درجة تالتة أو درجة تانية بمسميات مختلفة لكن إذا إذا نجح دور المحترفين هيبقى هو ده فعلا اللي ممكن يريحنا يريحنا لأنه فعلا احنا منتظرين كل الناس منتظر دور المحترفين بالشكل اللي يليق بمصر ويليق عايزين الدفوعات اللي موجودة في الدور الممتاز دي ممشنش موجود توقعاتك لمبارات الأهل والرداء قبل ما جيلك وساع إن شاء الله يعني ممكن الأهل يخسر واحد صفر لكن يصعد إن شاء الله حيصعد إن شاء الله سيد أحمد دكتور بس أنا برد على كابترنا مولئين برضو عايزة لسه مصمماني إن دور المحترفين السنة الجاية حيبقى مثلا 15% والمئة 20 عندها جماهرية وتمانين مؤسسات المؤسسات الموسم اللي هو بعد كده 14-15 انتصل عندها الجماهرية نرجح تاني فلاشباك بقى نهتم بدور القسم الثاني بقى شكرا والمحترفين دي حيبقى حيطة الوحدة دكتور ريهاب طبعا عايز برضو ألف نظر الناس لحاجة في لعيبة عندنا برضو مميزة كبار دول فعلا العيبة دي تستاهل تلعب في الدورة ممتازة زي من إحنا اخترنا يا جماعة ده اختير المؤقتا لسه البقى إن كان من نوعية الموسم هيختلف الاختيار لكن عندنا مؤقتا يوسر وحيد تلسانة أيمن موكة لفينة طبعا وده عايد من الإصابة يوسف بيبو كرابة الإسماعيلية محمود عبد العاطي استر كامباني الافوار السيلة لاعب نادي سكر حديد نادي رمضان زد علي حسين مواجم ديجلة فوز الكاشف بطرق أسيوت إبراهيم فاضل ما سكة رسانة رجب مارو لفينة أحمد عبد الفتاح رمس مدافع عثمانت أسيوت محمود ديست لاعب والدجلة عبد الرحمن الدحي طنطة أكرم عبد الرب ومهاجم القناة حسين بركات لعب بروكسي بروكسي مؤمن محسن لاعب جمهوري شكرا 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 من جديد حتى هذا موعد دمتم في أمان الله إلى لكم